كتاب عبقرية الثقة في النفس للكاتب شريف شحادي قبل الانطلاق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المتقين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما اهلا وسهلا بك في اول كتاب نظري وعملي عبقرية الثقة بالنفس اما قبل سريعا حينما نطل برأسنا على الواقع الذي يضمنا بين جوانحه فنرى السؤال مرسوما هل نعاني من ازمة ثقة بالنفس نعم هناك ازمة ثقة ازمة ثقة بين الفرد ونفسه ازمة ثقة بين المدرب والمتدربين ازمة ثقة بين الواحد ومديره ازمة ثقة بين القائد واتباعه ازمة ثقة بين الزوج وزوجته ازمة ثقة بين الاب واولاده أزمة ثقة بين الأصحاب وصحبتهم أزمة ثقة بين الأستاذ وتلاميذه أزمة ثقة بين أصحاب العمل وموظفيهم أزمة ثقة بين الشخص وأهدافه نعم هناك أزمة ثقة ولكن هل هذه الأزمة مستحيلة الحل؟ هل هذه الأزمة نادرة التعامل؟ هل هذه الأزمة صعبة السيطرة؟ الإجابة قولاً واحداً لا ثم لا يا صاحبي كل مشكلة ولها حل كل أزمة ولها طريقة كل عقبة ولها سبيل كل هم وله فرجه كل ضعف وله قوة كل مرض وله شفاء كل داء وله دواء أما بعد هذا الكتاب جمعت لكم فيه عصارة التجارب وخلاصة العلم الحديث مع مزيج من الآيات والأحاديث وطرائف الأخبار وأعمق الحكايات وأقوى النظريات العلمية مع أحدث الأساليب الحديثة في مجالات علم النفس والقيادة والتدريب لمناقشة قضية أسرار قوة الثقة بالنفس فستجد فيه ما تأمل وتتعلم منه ما ترغب وتزرع فيه لكي تحصد يا صاحبي لماذا تخاف توقع أشياء رائعة من نفسك؟ لماذا القلق حين تسبح في ذاتك فتشعر بالقوة؟ كل هذا بسبب ظنك أنه عند حدوث ذلك سيمتلئ جوفك بالافتخار أو الوصول لدرجات العجب والكبر مما ينشط الفكرة أنك غير مستحق لمحبة الآخرين وغير مؤهل للنجاح وغير مرغوب به في عالم القادة يا سادة الثقة بالنفس حياة الفرد المميزة الثقة بالنفس علاج الوهن القاصم الثقة بالنفس حل للغفلة الخانقة الثقة بالنفس عنوان القيادة الفاعلة الثقة بالنفس شرط النجاح المبهر الثقة بالنفس طريق الأهداف الحقيقية الثقة بالنفس سر القرارات المؤثرة الثقة بالنفس اكسير التغيير المطلوب إثباته الثقة بالنفس كيمياء راحة البال والسعادة يا سادة تعالوا في البداية نطوي أفكارا سلبية تعلقت بهذا المعنى ولكن هل أقصدك أنت نعم أغلق باب الماضي من معتقدات سلبية ومن أفكار مثبطة ومن تجارب سابقة سالبة للإرادة ومن محاولات لم تكتمل بعد وتأكد يقينا مستعينا بالله أنك الآن في غرفة تدريب ليس مهما فيها إلا أنت وما تتعلمه بينك وبين نفسك حتى يصبح واقعا حقيقيا يصب عند الآخرين وفي جامعتك وبيتك وأصحابك في مكان عملك في تحقيق هدفك في قيادة حياتك في تربية أولادك في معاملة زوجتك وأهلك في أحلامك وأمالك هذه هي الحقيقة لا تقلق لا تتوتر لا تجزع لا تخف لا تتردد وصدقني لن تندم فيما ستتعلمه وتتدرب عليه فهو كتاب علمي وعملي تتعلم المعلومة وتعمل بها كتدريب فهو أول كتاب من نوعه يتحدث عن عبقرية الثقة بالنفس بالعلم والتدريب في آن واحد ومن فضل الله أن الكثيرين ممن تدربوا بين يدي في الوطن العربي وخارجه ألحوا على صياغة الدورات التدريبية ووضعها في كتب حتى يتسنى لمن لم يتمكن من الحضور ألا يحرم خيرها ولا ثمرتها وأسأل الله التوفيق مع وضع آليات واضحة للتفاعل معها ويكون مرجعا قويا للقارئ والمدرب والمتدرب بإذن الله يتعلم منه ويستند إليه ويراجعه مع الذات من آن لآخر ومن فترة لأخرى ومن زمن لزمن حتى تسهل الفكرة وتجمل الصورة ويتغير الواحد منا لما يتمناه وينشده لنفسه ولغيره وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم يا صاحبي البداية من داخلك أنت وهل أنت إلا مميزات ومهارات وأفكار وقيم وأهداف وطموحات كل ذلك يتحقق شريطة الثقة بالنفس كما أن إجابة الدعاء مشروطة باليقين والثقة في الإجابة ادعوني أستجب أما من توتر أو قلق من الجواب فقد فقد الجواب لأما الشرط ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فعلى بركة الله نبدأ الطريق فليكن لك وسط النجحين صحبة وبين القادة قدم ومع العلم جولات وفي خدمة الأمة بصمات فتحرك وانهض لتكن لبنة في الصرح واقرع لأبواب السماء اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك اللهم اشفي بكلماتي القلوب القاسية واستجمع بحروف الأبدان التائهة والتقط بعبارات الأرواح الشاردة وأذب بسطور العيون الجامدة إلهي يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا طهر دنس القلوب ونق وهج الصدور واشف علل النفوس وارزقنا الحياة الناجحة التي تفرح بنا نبيك في الآخرة يا رجائي أنعم على قارئ الكتاب وحامله وكاتبه بقلب يعرفك ويعبدك ويحبك وارزقنا النجاح الذي فوق ما نتمناه وكافئنا بمقعد الصدق عند مليك مقتدر تحياتي دكتور شريف شحاتة الجولة الأولى الثقة بالنفس سؤال وجواب ضربة البداية بداية عادية قيادية سين هل الثقة بالنفس؟ هل هي حالة وتمر؟ هل هي أوقات دون أوقات؟ هل هي ساعات دون ساعات؟ هل في حال دون حال؟ وظروف غير الظروف؟ سين هل هي تكتسب؟ أم أنها مولودة في الإنسان فهي في طبيعته؟ هل الكل يستطيع أن يكتسب الثقة بالنفس؟ أم من فقدها في موقف حدث؟ أو صدمته ظروف؟ أو خانه قرار؟ أو صاحبه عدم نجاح؟ أو سلبت منه في فكرة؟ سين هل هذا يعني أنه فقدها إلى غير رجعة؟ وهل هناك أمل مهما كانت كثرة الإخفاقات؟ وهل لدينا الفرصة مهما التوت الظروف؟ ومهما ضغطت الأحوال؟ ومهما كثرت المشكلات؟ ومهما ذبلت زهرة العزمات؟ ومهما هم شتك الحياة؟ سين هل الثقة بالنفس ثابتة؟ بمعنى هل من يمتلك ثقته بنفسه فهو يملكها في كل حال وكل ظرف وفي كل موقف وبمقياس ثابت في حياته؟ أم أنها تتغير؟ تزيد وتنقص؟ تعلو وتنخفض؟ تقوى وتضعف؟ كل هذه الأسئلة مهمة يجب الإجابة عنها بدقة وتوضيح وتصريح لا تعريض دون مجاملة وبعلم دون فلسفة لا تغني ولا تسمن من جوع إن الاتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من شأنه أن يحدد حياة المرء في المستقبل أفلاطون سين ما ملامح الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس تظهر على صاحبها في شكل حركات يقوم بها وقناعات يؤمن بها وكلمات ينطق بها تبدو في كل حركة مدافقته بنفسه من خلال حوار أو موقف أو مشكلة أو اتخاذ قرار وتتجلى حين الحوار أو فتح باب النقاش كما أنها حكمة لا يتخلى عنها فتبرز في كل حرف قوة وفي كل كلمة شجاعة وفي كل جملة ثقة واضحة يراها الشامت والناجح والكاره والمحب والقريب والبعيد هذه ملامح عامة لصاحب شخصية وثقة طموحة جادة قيادية سين ما أقوى مفهوم لثقة بالنفس؟ يعرفه علماء النفس اعتقاد الفرد بأن لديه قدرة كافية للقيام بأعمال مطلوبة منه وهي التأكد من قدراتك وذكائك وحكمتك وقوة إرادتك وقوة عاطفتك وقوة مهارتك وقوة أهدافك في تسيير حياتك وتركيب أصمة سين ما هي ثلاثية الثقة بالنفس؟ تبنى على ثلاثة أركان أولا احترام الذات ثانيا الشعور بالإيجابية ثالثا القدرة على العمل أولا ما معنى احترام الذات؟ استفهام قوي يا صاحبي أمر مهم للغاية أن يحترم كل واحد منا ذاته وهل منا من لا يحترم ذاته؟ للأسف هناك من لا يستعمل مع نفسه إلا الجلد والقهر والعقاب حتى لو وصل الأمر للانتقاص من قدرها وهذا حجته أنه يعلمها ويطورها ولكن بئس الفكرة هي بداية حقيقية أن يقبل كل واحد منا ذاته كما خلقها الله فيعجبه أنفه بدلا من صخطه عليه وهذه يعجبها وجهها ليست ناقمة أنها ليست بيضاء أو شقراء فشرط احترام الذات هو قبولها وهي أول خطوة لإدراك الذات وبداية بناء جسور الثقة بالنفس فالله خلقك كما يريدك ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فلن تكسب قضيتك بالشكل أو اللون ولكنه بالهمم والأعمال والأهداف وترك البصمة وصناعة الأثر تعمل كثيراً تعيش طويلاً أفهمت أم أشرح لك سين ولكن ما معنى تقدير الذات هو مقدار الصورة التي ينظر فيها الإنسان إلى نفسه هل هي عالية أم منخفضة؟ وهو البوابة الحقيقية لكل أنواع النجاح المنشودة فمهما تعلم الشخص طرق النجاح وتطوير الذات فإذا كان تقديره لذاته وتقييمه لها ضعيفاً فلن ينجح في الأخذ بأي من تلك الطرق للنجاح لأنه يرى نفسه غير قادر وغير أهل وغير مستحق لذلك النجاح علامات عامة وهناك علامات تظهر على الشخص للتقدير المنخفض للذات منها الانطوائية الخوف من التحدث أمام الجمهور خفاء أفكاره وعدم طرحها للمجتمع مع إتعاب النفس في إرضاء الآخرين لتجنب سماع النقد منهم وباختصار يهرب من مواجهة مشكلات النفس فتضعف الثقة قاعدة من لا يملك تقديراً لذاته فإنه فاقد الثقة بالنفس والحل هو شجاعة الفرد في أن يعترف بأخطائه وعيوب نفسه والمهمة الأولى المرسومة هي رفع مستوى الشجاعة لمواجهة العيوب وبداية الحديث الإيجابي للنفس ما معنى الشعور بالإيجابية؟ فالثقة تصنع الشعور بالإيجابية فأنت قائد في قلب الحدث وتصنع الظروف ولا تغيب عن المشهد ولست في موقع المتفرج أو من المشاهدين للحياة من المدرجات بل أنت محور ما يحدث ومركز الدائرة في حياتك تقول الحكمة الأواني الفارغة تحدث ضجة أكثر من الأواني الممتلئة وكذلك البشر لا يحدث ضجة إلا ذو العقول الفارغة فلا تضع وقتك بالمجدلة معهم أولا ما معنى القدرة على العمل؟ يا سادة قيمة كل واحد منا بقيمة ما يحمله من أهداف جميلة ومهارات رائعة وقدرات متقدمة ومواهب متميزة إذا لم يخرج كل هذا للفعل ليصبح واقعا يشهده الناس ويحس به الآخرون صار لصا نعم لص يسرق نفسه ويسرق الآخرين التركيبة الأصلية هي قدرتك على العمل وبذل المجهود لتصبح في الحياة رقما صعبا فتسد الاحتياج الذي يأمله الجميع فتكون النتيجة الطبيعية شعورا بالارتياح والسعادة والقدرة على تحقيق الأهداف وراحة البال والنجاح سؤال ما هي دائرة اللوم؟ ربما أسمع همس الكثيرين بعد قراءة ما مضى من معان قائلا داخل نفسه أما أنا فكان عندي ثقة كبيرة جدا ولكن والدي دمر حياتي بالتعدي بالضرب أو لا يصنع لما أريد أو أمي عقليتها قديمة لا تدرك ما أنا فيه من مكانة بين أصحابي أو مكانة العلمية أو تطور التكنولوجيا التي أتعامل بها الآن وهذه تلقي باللوم على زوجها الذي لم يسمح لها بمشاركة أهدافها أو يساعدها في قضاء بعض الخطوات المهمة وهذه تشتكي أصحابها الذين قتلوا حلمها وآخر يلقي باللوم على من وثق فيهم فلم يساعدوه يوما أو يشجعوه بل سلبوه حلمه وهذا يلوم أستاذه الذي رباه وذلك يلوم عمه أو خاله وفلان يلوم الظروف والمشكلات وفلانة تلوم الحظ وتتمنى لو كان حظها مثل فلانة بنت فلان وعاشر يلوم المشكلات والجو العسر وهنا تكون دائرة اللوم الواضحة التي لا توصل لنتيجة ولا تصل لغاية ولا تحقق تقدما لأنها دائرة مترنحة بين اللوم والخوف من الفشل ومن دور الضحية الذي يظن أن العالم كله ضد نجاحه وعناد الحظ العسر وبين لوم الآخرين أو الصحبة المثبطة لا تناقش السفهاء فسيستدرجونك إلى مستواهم ثم يغلبونك بخبرتهم في النقاش السفيه ماركتوين ومن هنا يتولد معنى أكثر أهمية ليلغي هذا اللوم الذي ما زاد صاحبه إلا لوما قاتلا ما نسميه الف طامة ذاتية هو الحل سين ما هو الفطام الذاتي؟ نعم كما يفطم الطفل الرضيع من لبن أمه كذلك يفطم الإنسان نفسه من بئر اللوم الذي لن يأتيه بالقوة ولن يمنحه الثقة ولن يسطر له النجاح ولن يبلغه القمة سين كيف أستعمر الفطام الذاتي؟ نحي كل هذه الأمور جانبا وابدأ بنفسك من أول السطر يا صاحبي إنك لن تعيش بعيدا عن الواقع ولا خارج نظام الحياة أو هروبا من المواجهة تشير الدراسات أن قرابة 95% من الناس يشكون أو يقللون من قيمة ذواتهم فيدفعون الثمن عمليا في كل حقل يعملون فيه فبين مقارنة بالآخرين ولوم الغير فيؤدي بهم إلى الاكتئاب والقلق وازدراء الذات سين هل هناك علاقة؟ والعالم الشهير جيمس باتل 1980 ميلادي من الأوائل الذين قرروا قوة الترابط بين الاكتئاب والازدراء الذاتي اكتشف أنه عند ازدياد الاكتئاب فإن تقدير الذات يقل والعكس بالعكس ولهذا من العلاج لحالات الاكتئاب تنمية المهارات الفردية في رفع مستوى تقدير الذات والمحافظة على الحالات المزاجية لديه آن الأوان وهنا دور الفطام الذاتي الذي هو بمثابة هدنة مع النفس لتتمكن من أن تأخذ نفسا جديدا فيهيئ لعقلك التفكير بشكل مختلف ونقل صورة إيجابية للوعي الذاتي فتصبح أكثر وضوحا حتى تستجلب الثقة المطلوبة التي تعاني ضعفها أو اهتزازها هناك دليل واحد فقط على القدرة إنه العمل ماريفون إشنباخ ما هي الخطوة المهمة؟ خطوة مهمة كن أنت نفسك لا تلوم غيرك ولا تنكر نفسك ولا تضرب الأخماس بالأزداس للظروف ليس السؤال كيف يراك الناس لكن السؤال كيف أنت ترى نفسك؟ هكذا حالك وهكذا ظروفك وهكذا أنت إما أن تتحدى نفسك وتتعامل مع الأحداث بثقة فتصل للمراد أو تظل فرداً عادياً فاقداً للبصمة وسهل الإحباط وتابعاً لرفيق الفشل وسهل الحصاد لأعداء النجاح الفطام الذاتي يكسبك مهام أكثر قوة وعقلاً أكثر رجاحة وإرادة أكثر متانة فتتعامل مع المشكلات والصعوبات والتي نسميها التحديات فالتحديات تعلم وتدرب وتقوى الظهر وهي طريق قوي في جلب قوة الثقة وقوة الشجاعة وقوة الإرادة ليست الأهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب بل هي أساسية فعلاً لبقائنا على قيد الحياة روبرت شولر هل استعمل النبي الفطام الذاتي؟ نعم طريقة استعملها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين أوصى رجلاً يتضرر ألماً من بطنه فأمره النبي بشرب العسل وبعد أن شرب الرجل أخبره أنه لا يزال مريضاً ولكن الرسول قال له ثلاث مرات اسقه عسلاً ثم الرابع قال اسقه عسلاً فقال الرجل لقد سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً تحباً فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلاً اسقه فبرئ البخاري ومسلم هذا هو الفطام الذاتي الذي استعمله الرسول مع أصحابه يا صديقي انشغل بنفسك وفقط ولا تنشغل بكلام الناس خاصة والحقيقة واضحة إرضاء الناس غاية لا تدرك هل علمت ذلك من قبل؟ أكيد هل تتعامل مع هذه الحقيقة؟ بالطبع نادراً هل تتجاهلها وتتعامل بعكسها؟ فهذا أفقدك كثيراً من وقتك وعمرك وأهدافك وحياتك وثقتك بنفسك لأنها معلقة بكلمة من فلان أو تقييم من فلان أليس كذلك؟ وهل هذه حياتك التي تأملها؟ يا صاحب الهمة والعزيمة؟ راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات راقب كلماتك لأنها ستتحول إلى أفعال راقب أفعلك لأنها ستتحول عادات راقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك راقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك لوتسو إنسان منتهي الصلاحية expired يقول أينشتاين الإنسان الذي ينظر إلى حياته على أنها عديمة المعنى ليست عيسا بل يكاد أن يكون غير صالح للحياة اكتب تعليقك بماذا تشعر يا صاحبي؟ هل أنت المقصود؟ وهذه تأكدت أنني أعرفها شخصيا فكتبت لها هذه الجملة لماذا نشرب سريعا من كأس الكلام السلبي ومن قارورة الاتهامات للذات مباشرة دون أن نفكر أو نقرر أو حتى نراجع حياتنا هل بالإشارة لماذا ظننت أنني أقصدك أنت شخصيا فكتبت لك هذه الجملة هل تزداد إحباطا ويأسا وندما وموتا؟ لا والله إنني كتبتها لمثل هؤلاء الذين يرغبون في الإحباط والانكسار والتحطي من نفسه غير المبرر وكتبتها وذكرتها لأولئك الذين يرون أن الحياة فيها الكثير من العمل ومتسع للتعليم وفسحة للتدريب والممارسة ومجال للتفاعل والاندماج يا صديقي لا يموت شخص بانتهاء حياته فتذكر نقشك على جدار الزمن لم يمت ابن سينا ولم يمت الخوارزمي ولم يمت ابن الهيثم ولم يمت إيديسون أو نيوتن أو أينشتاين ولم يمت زويل والشعراوي والغزالي ولم يمت الحصري وعبد الباصط لم يمت إلا جسدا ولكنه معنا إلى الآن وإلى قيام الساعة أكتب ما تشاء من الأسماء التي صنعت أحداثا لن تنساها ذاكرة الحياة وقواميس الكون تمرين أكتب أسماء خمسة أشخاص كان لهم تأثير على العالم وبما تميز كل واحد منهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فيكم رسول الله وأهمس لك بقوله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله نعم فينا برسالته بأخلاقه بمنهجه بفكره ببصمته بإنسانيته بحضارته فهل ترغب أن تكون فينا أو تنتهي صلاحيتك لأنها إما غير مستخدمة أو عفا عنها الزمان أو أهملت حتى كسدت يا صاحبي اسمع محمد بن الحنيفية حين نداك أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها ثم يعطينا الجنة نعمة الصفقة الرابحة هكذا تفهم الحياة وتناقش الأمور وتزداد الثقة بالنفوس السعادة ليست الحصول على ما لا نملك بل هي أن نفهم وندرك قيمة ما نملك ما هي فوائد الثقة بالنفس؟ أولا تطوير الذات ثانيا العزيمة والإصرار ثالثا مهارة حل المشكلات رابعا سرعة اتخاذ القرارات الصائبة خامسا القدرة على الأداء المتقن سادسا الشعور بالقوة والسعادة سابعا التمييز في الأداء والعمل ثامنا الوصول لمستويات النفس تاسعا تساعد على إقناع الآخرين عاشرا مفتاح النجاح في الحياة حدية عشر تملك من التأثير على الآخرين ثانية عشر الثبات على موقفك ثالثا عشر انفتاح العقل والفكر رابعا عشر عرض أفكارك بتحدي خامسا عشر إيمان الآخرين بأهدافك سادسا عشر الذاكرة المنتظمة سابعا عشر الذكاء الاجتماعي معتقدات الواثق من نفسه واحد مثل أعلى ومهتم بالأخلاق والمعاملات اثنان يحب التجديد والتطوير والمغامرة ثلاثة قوي الإيمان بالمبادئ ومبادر للعمل أربعة الثقة عند اكتساب مهارة جديدة خمسة يعرف نقاط قوته وضعفه وأهدافه وضحة ستة يشيد بالآخرين ويترك انطباعا حسنا سبعة يطلب المساعدة عند الحاجة ثمانية متمكن من المعلومات وصاحب مشروعات وأحلام كبيرة تسعة كثير الدعاء والتفكر والقراءة عشر يقبل النقد البناء تدريب وثيقة تعرف الاسم اكتب مميزاتك اكتب تحدياتك اكتب أهدافك بمن تستعين اكتب خطتك لمدة عام واحد من الآن اكتب رسالة شخصية لنفسك الجولة الثانية أنواع الثقة بالنفس ضربة البداية قال عيسى عليه السلام ماذا يكسب الإنسان إذا فاز بكل شيء وخسر نفسه يا سادة إن اختلاف الأطباء في كيفية ثبوت موت الإنسان طبيا هل عند توقف القلب أم عند توقف المخ وإنما الحقيقة أن هناك من يموت وهو على قيد الحياة بمعنى أن يفقد مصدر الطاقة والثقة في رحلة الحياة يقول مونت جيمري في كتابه الحرب عبر التاريخ أهم مميزات الجيوش الإسلامية لم تكن في المعدات أو التسليح أو التنظيم لجيوشهم بل كانت في الروح المعنوية العالية وها هو سليمان الذي آتاه الله تعالى ملكا لم يؤته أحدا من العالمين لما مر بجيشه على واد النمل وسمع النملة فماذا كان رده فيه عليه الصلاة والسلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أولا الثقة المحددة ثالثا الثقة المؤقتة رابعا الثقة المهددة خامسا الثقة الموجية أولا الثقة المطلقة وهي ثقة مطلقة في النفس وفي كل الحياة مهما حدث ومهما ضغطت الظروف او تشابكت الحبل فهو ثقته بنفسه لا تنكسر ولا تضعف ويعتبر كل اخفاق تجربة وكل مشكلة ولها حل وكل ضيق وله فرجة وكل عسر يتبعه يسر وكل ضياع هدف هو محاولة لصناعة هدف اقوى وكل خسارة حلت ما هي الا تجربة صعبة وانتهت هكذا هم الثقات وهذه ثقتهم بانفسهم وكما قالوا يا جبل ما يهز كريح وهكذا كان حال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ثانيا الثقة المحددة وهي ثقة تزداد خلال مواقف محددة مثل من يثق بنفسه جدا حين يخطب في اصحابه او امام جمهوره ثم ما تلبث ان تهتز الثقة في امور اخرى في عمله او بيته وهكذا اي ان هذه الثقة تزداد في اماكن او مواقف محددة وحين يغادر المكان او ينتهي الموقف تكون ثقته عادية وليست كبيرة لحظة انتباه يقول علم النفس الشهير الفريد ادلر ان البشر جميعا خرجوا الى الحياة ضعافا عراع عاجزين وقد ترك هذا اثرا باقيا في التصرف الانساني ويظل كل شيء حولنا اقوى منا زمنا يطول او يقصر حتى اذا نطجنا الفين انفسنا كذلك تواجهنا قوى لا حول لنا امامها ولا قوة ويقفل علينا شرك الحياة العصرية المتشاعبة كما يقف الشرك على الفأر فهذه الظروف القاهرة التي تخلق ونعيش فيها تترك في الانسان احساسا بالنقص باقي الاثر ومن ثم تنشأ اهداف القوة والسيطرة التي توجه تصرفات البشر ثالثا الثقة المؤقتة وهي سمة غالبة على الشخصيات السلبية والانهزامية حيث ثقته بنفسه ربما تأتيه من كلمة مدحن ولا تجاوز الدقائق او الساعات على اقصى تقدير فصاحب هذا النوع لا تزداد ثقته او لا يثق بنفسه الا حين يمدح او ينال جائزة او يقال في حقه شكر وهو بطبيعته متردد في اتخاذ قرارات رابعا الثقة المهددة الثقة التي يفقدها صاحبها بسخرية او بكلمات سلبية من الاخرين او من احتقار ما يفعل او من سد تجارب سلبية في الماضي او اهداف واحلام لم تتحقق خامسا الثقة الموجية وهي الثقة المطلوبة فقط لماذا لان الحياة بطبيعتها متقلبة او تغير ولا تستقر على حال يوم فرحة ويوم ألم ويوم سعادة بين لحظات نجاح وتميز ولحظات اخفاق وفشل والانسان متقلب المزاج والمشاعر وتلقائيا يفرح للفرح ويحزن للحزن ويتألم للحزن ويخاف من المصاعب والتحديات ومن ثم يجب ان يكون الواحد منا متعاملا بطبيعته مع الاحداث لان مفهوم الثقة العمياء او المطلقة غير علمي وغير صحيح لا بد ان تهتز الثقة فترات ولكن لا تسقط وتزيد الثقة ولكن لا تؤدي للغرور والكبر كي لا تكون بداية النهاية فكن مرنا يا صاحبي في التعامل مع الحياة واحداثها وليس معنى موقف ضعف ثقة انه النهاية وبداية السقوط بل مرحلة وسدمر وتأتي مراحل اخرى متنوعة ومختلفة فكن مرنا 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 وتحلى بالثقة الموجية تدريب حدد اي نوع من الثقة تتحلى به اذكر موقفا من حياتك يدل على اجابتك اكتب ملاحظاتك ماذا بعد الانواع الخمسة الاصل ان تكون الثقة بداخل كل واحد منا موجية تضعف احيانا او تقل احيانا او تهتز احيانا ولكن السمة الغالبة والحالة الطبيعية والشعور المستمرة مهما كانت الامور والظروف والمحاولات وقوة الاحداث والقاعدة المهمة الثقة بالنفس تابعة الى الحالة النفسية السليمة كيف تحكم على درجة الثقة بالنفس هناك ثلاثة عناصر تحكم بها على مدى ثقتك بنفسك اولا حجم الثقة يقاس بالقدرة على اداء المهمة ثانيا قوة الثقة تقاس بالبراعة في التنفيذ حتى اخر لحظة ثالثا عمومية الثقة تقاس بالثقة المطلقة ومداها لاعمال اخرى منظومة الثقة بالنفس ومستوياتها الثقة بالله الثقة بالنفس الثقة بالاخرين الثقة بالامكانيات تدريب اختبر ثقتك بنفسك هل تتكلم بصوت واضح؟ هل انت مقتنع بازدياد ثقتك بنفسك؟ هل تركن لحكمك على الاشياء؟ هل تركن لحكم الاخرين على الاشياء؟ هل ترى ان بوسعك الوصول للمكان الافضل؟ هل انت سبب في تغيير العالم؟ هل تحتفظ باتزانك في وقت فقد الاخرين؟ هل تقدم لنفسك افكارا تستحق الاهتمام؟ هل تعتني بمظهرك وهندمك؟ هل يسيطر عليك الانغماس في احلام اليقظة؟ هل تبادر لحل المشكلات التي امامك؟ هل تكتب عقباتك وتفكر في التعامل معها؟ هل تقدر على بذل جهد اكبر مما تبذله الان؟ هل لديك حلول تزيل بها المخاوف والتوتر؟ هل تحافظ على هدوئك على مدار الوقت؟ هل لديك خطة واضحة لتحسين حياتك؟ هل تواصل سيرك ولا تلتفت مهما اخفقت؟ مثال ومعادلة اللون الشفاف البريق اللمعان صفات في الماس والثلج اما ان تذوب وتتلاشى بلا اثر كقطعة الثلج واما ان تصمد امام كل ما يعتريك من صعاب واختبارات كقطعة الماس تدريب اختر من انت اختر من الاصحاب والمحيطين من تثق فيهم وهم حرصون عليك ولن يفشوا لك سرا ثم سل كل واحد بمفرده اولا ما اهم القدرات التي اتمتع بها في اعتقادك ثانيا ما اكثر الامور التي تعجب بها في شخصيتي ثالثا ما النواح التي انا بحاجة الى تحسينها وتطويرها هذا التدريب وهذه الاجابات التي تحصل عليها اكتبها ثم ادرسها وقيمها مع الاختبار السابق لتصل لشخصيتك بوضوح الجولة الثالثة اهتزاز الثقة وتعديل الصورة السلبية مهما طال اي شيء فلن يستمر للابد تعامل مع الايام وكأن كل يوم هو بالنسبة لك يوما جديدا متى تهتز الثقة بالنفس اولا النقد اللاذع ثانيا خوف الفشل ثالثا التفكير العادي رابعا حالة الانعزال خامسا الكذب سادسا الهروب من الواقع سابعا الافتراء على الغير ثامنا اتباع الهوى تاسعا المواقف المحرجة عشرا كثرة المشاكل حدي عشرة الصحبة السلبية ثانية عشرة ممارسة الانطوائية ثالث عشر المعاصي والذنوب رابع عشر المبالغة في الامور خمس عشر العصبية الزائدة سادس عشر الغرور والتكبر سابع عشر التردد في اتخاذ القرارات ثامن عشر اخفاء الاهداف عن الاخرين تاسع عشر الغيرة من نجاح الغير عشرون عدم تجديد الذات كلمات تفقدك الثقة بالنفس واحد اذا اخطأت فلن اسامح غيري اثنان لا استطيع مساعدة غيري ثلاثة ليس بالامكان احسن مما كان اربعة لا اقدر على التغيير خمسة لن يسمحني الناس على اخطائي ستة ليس في فائدة سبعة انا اكثر من يعرف نفسه ثمانية لا جديد تحت الشمس تسعة لن اغير الكون عشرة انا اخر من يتكلم في هذا الموضوع احد عشر الحياة لن تعطيني ما اريد اثنى عشر هذا اخر ما عندي ثلاثة عشر حاولت كثيرا ولكن فشلت اربعة عشر جربت ذلك ولن اجرب مرة اخرى خمسة عشر سبقني الكثيرون ولم كان لي تأثير انخفاض الثقة على حياة الفرد اولا التفكير انخفاض الثقة يؤثر مباشرة على التفكير فيحدث له نوع من التشويش والتشتت فينشأ القلق والتوتر من ناحية كل فكرة جديدة او حتى معالجة ما حدث من تجارب وحينها يسود الفكر السلبي الذي نختبره في عدة اسئلة تدريب هل ترى الحياة سوداء؟ هل تجتاحك الافكار السيئة حول الحياة والمستقبل؟ هل تمنعك احباطاتك من ان تفعل ما يجب عليك ان تفعله؟ هل تشعر بالعجز امام هذه الافكار والمشاعر السلبية؟ ثانيا العاطفة والشعور الحالة المزاجية لصاحب الثقة المنخفضة متقلبة وغير مستقرة وباقل كلمة يدخل في حالات متنوعة من المشاعر السلبية فيحتله الفكر السلبي ليصل به لحالة من الاحباط الشديد والاكتئاب غير المطلوب فتوهن الفكرة وتقطر الابداع والابتكار وتجعل الانسان في اضيق حال وفي اصعب احساس ان الدنيا تخلت عنه والحياة دارت له ظهرها فيسيطر الملل والضيق وضعف الطموح وبهتان المستقبل وهذا يؤثر على الجسد مباشرة ثالثا الجسد الحالة النفسية من كل ما سبق لها تأثير عميق على الجوارح فيصاب الجسد بالارهاق الشديد والالام المتفرقة بالعضلات مع الصداع وتقلبات المعدة مما يؤثر على السلوك رابعا السلوك حيث تجده عصبيا متوترا قلقا لا يحب سماع النصح ولا يصغي لأي رأي أو فكرة جديدة وكذلك يغضب من أقل نقاش ويسيطر على سلوكه الاضطراب والقلق والعصبية الزائدة فيتردد في تحديد أهدافه واتخاذ قراراته مما يؤثر عليه خامسا الذاكرة انخفاض ثقة بالنفس وتأثيرها على الفكر والعاطفة والجسد يؤثر كثيرا على الذاكرة وقد ذكرت الأبحاث العلمية المعتمدة من أكثر ما يضعف الذاكرة هو ضعف الثقة بالنفس الذي يسبب الإرهاق والإجهاد الذهني مما يصعب التذكر والحفظ والفهم واسترجاع المعلومات فتكون عملية في منتهى الصعوبة وأيضا يسبب التردد والتسويف وصعوبة الاقتراح وفقدان القرار وضياع الأهداف وفقدان التحفيز وقبل أن يستفحل هذا الأمر ويشتد لابد هنا من إجراء تدريب مهم للخروج بالنفس من هذا الحال تدريب استكشافي أولا اكتب نقاط قوتك ثانيا اكتب نقاط ضعفك ثالثا ما هي العوامر التي تشكل اتخاذك للقرارات رابعا ماذا يعني القرار في وجهة نظرك خامسا ما قيمك الأساسية في الحياة سادسا ما أهدافك في الحياة سابعا صف لنفسك وعقفك الحالي ثامنا إلى ماذا وصلت الآن تاسعا حدد أهم خطوة أنت بحاجة لها عاشرا قيم شعورك بنفسك الآن تعديل الصورة السلبية للذات أولا لا تخلط الفشل في مشروع ما بالفشل في الحياة لا تعمم ثانيا الخبرات أهم بكثير فبكل تجربة تزداد خبرة كمثل سائق السيارة الملاكي ومعه رخصة قيادة عادية وسائق شاحنات ومعه رخصة قيادة دولية أيهما أكثر مهارة في القيادة لأن الخبرة فارقة ثالثا لا تقارن أسوأ سماتك بأفضل سمات الآخرين رابعا أحسن استغلال مواهبك ومهاراتك التي تملكها خامسا لا تضع معايير الكمال غير واقعية فكلنا على خطأ سادسا لا تشهر إفلاسك ولكن قم بجرد لأوراق ذاتك سابعا اكسب خطوة جديدة مع نفسك ومثال ذلك كمن اشترى سيارة بي أم دابليو فارها وغالية الثمن ولكنه وضعها في جراج المنزل ولا يستعملها فهل هذا أفضل أم من ليس لديه سيارة قطعا من لديه سيارة حتى وإن لم يستعملها أفضل على الأقل لأنه يملكها وحين يضطر سيستخدمها وكما قالوا في هذه الحكاية أهلا بك ولو في الجراج نعم المهم أن يكون عندي ثامنا افعل شيئا من أجل الآخرين وساعد غيرك تاسعا العلم والقراءة المتنوعة وسيلة مهمة لتنمية الفكر والمشاعر وتغير السلوك وهنا تجدر الإشارة لبعض الحقائق ما يحفزنا ليس الألم الفعلي بل خوفنا أن شيئا ما سيؤدي للألم ركز على ما تريد أن تصل إليه لا على ما تخاف منه الأهم ليس ما تركز عليه فقط بل كيف تصل إليه الوصول لخط النهاية هو الأصل كذلك من صنع السهام لتمر لأبعد مدى وليس مجرد أن تصيب الهدف وحسب عندما يتكرر نفس الحل في ذهنك ولا يبدو أنه الحل المناسب المثالي يكون الوقت قد حان للابتعاد قليلا عن المشكلة إن إبعاد نفسك جسديا عن ساحة اتخاذ القرار من شأنه أن يخفض مستوى القلق لديك وصفاء الذهن هو النقطة المركزية للهدوء الداخلي روجر دوسون الجولة الرابعة أسباب ضعف الثقة بالنفس السبب الأول واحد التصورات الخاطئة عن الثقة التصورات الخاطئة التي وصلت إلينا وتقبلناها بطريقة أو بأخرى هي سبب رئيسي في ضعف الثقة بالنفس ومن ثم تعالوا نتعامل معها هناك من يظن أن الثقة موجودة كاملة أو أن الثقة مفقودة تماما المعتقد الصحيح الثقة موجية من يظن أن مؤشر الثقة يجب أن يكون مرتفعا دوما فهي علة نفسية تضخم الذات ويجب علاجها المعتقد الصحيح كن مرنا من يظن أن مؤشر الثقة منخفض دوما علة نفسية لكي لا يصاب بالغرور فهذا نسميه تحقير الذات المعتقد الصحيح كن مرنا هناك من يرى أن الثقة تعني العنادة والإصرار والسيطرة على الآخرين والتحكم فيهم المعتقد الصحيح انشغل بك أنت هناك من يظن أن الثقة خلع الحياء والتسلح بالجرأة واقتحام الخصوصيات المعتقد الصحيح الثقة لا تتنافر مع الأدب والاحترام هناك من يظن أن الثقة بالنفس تعارض الثقة في الله والاعتماد عليه وهذا غير صحيح المعتقد الصحيح الثقة بالله تقوي ثقتك بنفسك السبب الثاني عدم الشعور بالأهمية مسلك الهروب إحساس الفرد أنه لا قيمة له بين أهله وأصحابه بين جيرانه وأقاربه هو إحساس سلبي خطير يقود النفس للهروب من المجتمع والبحث عن الانطوائية فيفقد الثقة وينعزل عن الواقع بالإضافة إلى الأثر السلبي الذي يبطل مفعول الحماسة والهمة ولكن ليست هذه هي النهاية فلابد أن تقف مع نفسك وتسألها لماذا تولد عندي هذا الشعور وما مصدره وما الدليل لأن الإجابة على هذا السؤال تضعك في مواجهة السبب ومن ثم الحل والإجابة أرسم الطريق يا أخانا أرسم لنفسك طريق التغلب على هذا الإحساس المؤلم وتعامل معه بقوة حتى لا يسطو عليك هذا الوهم أنك غير مهم لأنه ببساطة ما الدافع الذي جعلك تشعر بهذا الإحساس وما الذي أوجب التأكد منه وهل هذا حقيقي أم أنك تبالغ هل حين لا يرد عليك والدك أمام أصحابك؟ أو إهانة من والدتك أمام أقاربك؟ أو سخرية أستاذك منك أمام أقرانك؟ أم لمبالات من مديرك أمام زملائك؟ كلها أمور تتعلق بالإحساس مباشرة ومن ثم لا تترك هذا الإحساس يخترق شعورك لأنه يكون الفكرة السلبية ولا الطائل من ورائها إلا فقدان الثقة ولو أنك لا تشعر بأهميتك فكيف لك أن تذهب لتتعلم وتتدرب وتزيد قدراتك ومهاراتك؟ وأقلها لماذا اشتريت هذا الكتاب؟ إلا لأنك مهم ولديك طموح وقوة إرادة ومتسع للتقدم والنجاح والتميز يا صاحبي، دورك وتأثرك المنشود يتطلب منك التحدي لهذا الإحساس ومقاومته حتى تتمكن من التغلب عليه وإثبات أنك صاحب رؤية ولك أهمية خاصة تدريب تدريب أولاً من أين أتيت بهذا الشعور أنك غير مهم؟ ثانياً ما أسبابه؟ ثالثاً ما مصدره؟ رابعاً هل حقيقة أم مبالغة؟ وما الدليل؟ خامساً ما هو دورك في التحدي والمقاومة؟ إنما يسعى إليه الإنسان السامي يكمن في ذاته هو، أما الدني فيسعى لما لدى الآخرين، كونفوشيوس يا صديق العزيز، أثبت لهم أنك مهم السبب الثالث الثقة الزائفة عقدة النقص يكثر مديح نفسه ورفعها فوق الآخرين ويصنع هالة أكبر من حجبه ينسب جهد وإنجازات الآخرين لنفسه، ولا يقبل النقدة، هو فوق الانتقاد يقلل الآخرين ويتعالى عليهم، ويتوهم أنه هو المقصود بالتعليقات يخدع سلبياته وأخطاءه، ويتعالى عليها ولا يعترف بها، وينسبها لغيره يتطلع لمهام كبيرة فوق طاقاته، ويزعم استطاعتها السبب الرابع إلقاء الملامة على الآخرين، يا لها من فكرة، نعم، فكرة سهلة ومريحة وهادئة أن تلقي دوما باللوم على الآخرين، فأنت أعظم قائد في العالم، لولا الآخرون أنت أهم امرأة على كوكب الأرض، لولا الآخرون أنت أهم من أنجبت الأمهات، لولا الآخرون هذا أعظم طبيب وهذه أعظم معلمة، هذا أهم مهندس وهذه أعظم عالمة، لولا غباء الآخرين تخلى عن قتلهم، أخي، أختي، من أراد أن يكون صاحب بصمة، وأثره يحكى للآخرين، لابد أن يستعين بالله أولا ثم باستثمار قدراته ومهاراته فلن ينتهي الآخرون من الحياة، أو تصدر أوامرك بقتل هؤلاء رعاع جميعا ولن تستيقظ يوما فتجد من يساعدونك، أو من يحبونك، هم فقط من يعيشون على كوكبك، والبقية تذهب إلى الجحيم عودة للحياة أثق من هذا اللوم الذي لا ينتهي، ولن يثمر، ولن يفلح إنه فقط يعطل السير، ويؤخر الوصول، ويقتل الطموح، ويأيدي الثقة أنت بحاجة لك أنت، وليس للآخرين فبدلا من كل تجربة لم تكتمل، أو فكرة لم تنجح، نضع العنوان، الآخرون هم السبب أعد تقييم الأمور، وأعد الدراسة من جديد، وأعد الفكرة من بدايتها فكر، أدرس، تعلم، جرب، تدرب، خذ قرارا، اكتسب خبرات الخطأ يأتي بخبرة، والبداية القوية تنتج النهاية الناجحة وكما تعلمنا من سنوات طويلة، من جد وجد، ومن زرع حصد كفاك لوما، لأنه لن يقدم شيئا، بل يؤخرك عن الحياة تدريب اللوم هيا، تذكر من تظن أنهم لم يساعدوك، وقصروا في حقك خمسة أشخاص ابدأ في لوم كل شخص بكل غضب وبكل ضيق واحداً واحداً وخذ ما شئت من الوقت، خمس دقائق مثلاً وقبل أن أنسى، لا تنسى أن تلوم نفسك أنت، لأنها السبب الرئيسي في كل ما حدث لوم نفسك الآن هل انتهيت؟ هل استرحت؟ مراجعة الذات؟ هل زادت مهاراتك؟ هل قويت ثقتك في نفسك؟ هل توقفت السماء عن الغيوم؟ هل انتظرتك عقارب الساعة؟ هل رفعك من حولك إلى السماء؟ هل تطورت قدراتك؟ هل تحققت أهدافك؟ هل اكتشفت ميزة مختلفة؟ هل تقدمت خطوة؟ هل تغيرت طريقة تعاملك مع الأحداث؟ قطعاً لا إذن أكثر من اللوم ليكثر ندمك ويثقل همك وتتعطل ثقتك وتفقد حياتك وأبشرك اللوم السلبي هو أقوى طريق للاشيء ليس هناك من هو أكثر بؤساً من المرء الذي أصبح لا قرار هو عادته الوحيدة ويليام جيمس السبب الخامس إخفاقات الماضي ليست النهاية حين يخفق الواحد منا في بعض مشاريعه أو أهدافه أو لم يصل لما يريده أو يرتبه أو لا يدرك ما يأمله حتى هذه اللحظة يبدأ يتسلل إليه الشك في قدراته من ناحية والشك في تحقيق النجاح من ناحية أخرى وكل هذا يضعف العزيمة ويوهن الهمة فيفقد الواحد ثقته حتى يظن أنه هكذا يعيش وهذا حاله ولن يتبدل أو يتغير أو ينجح ولكن يا صاحبي لا تقاس الأمور هكذا بل هناك مبادئ مهمة في دراسة الأفكار من جديد في تقييم الاهتمامات والأولويات مرة أخرى هل تستطيع التحقق من وضع أهداف حقيقية واضحة محددة وهي ما نسميه التجارب الفعالة فلتكن تجارب نحو القمة فأنت تعلمت الكثير وفهمت الكثير واستفدت الكثير من كل تجارب أما من قعد يكتب بالورقة والقلم ولم نشهد له خطوة عمل أو نقطة عرق فما قيمته وهو ما زال حبيس ورقته وقلمه وكرسيه ومكتبه فالحياة لا تعترف بالكسالة ولا بالقابعين في أماكنهم بل ترفع القبعة لكل من حاول واجتهد وجرب وتاعب وبذل المجهود وتقاطر العرق من جبينه صدقني ما مر من تجاربه هي كنوز لا تقدر بمال وتجارب لها قيمتها وثمنها في الحياة لكي تحقق أكبر قدر من السعادة والإشباع في حياتك فإنك بحاجة إلى ذخيرة من مهارات التفكير إنك مسؤول شخصيا عن خياراتك الفكرية وعن تنمية واستخدام مهارات التفكير الملائمة عندما تواجهك مشكلات شخصية ويمكن أن يتطلب التفكير الفعال والمستقل الكثير من الشجاعة ريتشارد نيلسون جونز السبب السادس المثبتون البيئة غير المشجعة لماذا وجدوا في الحياة؟ يا صاحبي المثبتون ولدوا ليزيدون إصرارا وثقة ونجاحا ليس كل من تقابل سيكون متحمسا لفكرك ونجاحك النفس البشرية حية تسعى وهي حية تسعى بداخلها غيرة وحقد وحسد وكره إلا من رحم الله وأحب فهو من يتمتع بالقلب السليم الذي يحب الآخرين ويقدم لهم يد العون وروح النجاح وإحساس الأمل ونظرة النجاح وقوة الثقة فلا تعتمد كثيرا على الغير ولا تضع من حولك في أكثر من حجمهم حتى لا تفاجأ بالخسائر الكثيرة وإضاعة الوقت فتتعطل الفكرة وتضعف الثقة نعم أشعر بك الخذلان إحساس قاس وقاتل وخاصة حين يخذلك أقرب من حولك في مصلحة أو خدمة أو مساعدة ولكن القائد الناجح هو من يضع كل واحد في حجمه ومكانته ولا يبالغه في تقدير من حوله ادرس الأمور فأنت صاحب الحق في حياتك ولديك الثقة والمهارة فلا تسخرها تحت أقدام من لا يهتمون بها أو يضغطون عليها لقتلها هذه هي الحقيقة فاستعملها إذا كنت تعلم أن المثبتين كثيرون والحياة وطبيعتها متعبة لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في تعب ومشقة هذه الحقيقة وأيضا الابتلاء ولنبلوانكم فالكل مبتلا في من حوله وفي نفسه وفي الظروف المحيطة به إذا قاوم وتحمل وبذل الجهد كان من الفائزين الناجحين وهل كان حول النبي صلى الله عليه وسلم غير المثبتين في مكة من أبي جهل وأبي لهب وغيرهم كثيرين ولكن قوة الهدف ووضوح الرؤية ودقة التخطيط وبذل المجهود مستعينا بالله هي أسلحتك في مواجهة تروس الإحباط وسهام اليأس وقنابل الفشل صديق الواثق هدفك ملك لك أنت نجاحه يعني نجاحك طموحك عنوانك ثقتك وأملك أهم أسلحتك لا تضحي بكل هذا من أجل أن لا يلومني والديك أو أصحابي أو جيراني خوفا من النقد أو السخرية وهل أنت لهذه الدرجة لخصت حياتك في عدد خمسة أو ستة أشخاص ولكن العالم ينتظر منك الكثير والله مطلع وعالم وكل جهد وفكر وعرق طريق أحلامك وطموحك وأهدافك وبصمتك الكل موثق عند الله وما كان ربك نسيا نعم نحتاج إليهم يقول هارش مانويل ولأصدقاء المرء خاصة دور كبير في توجيهه إلى ما فيه نجاحه ويكفي أن يبدي هؤلاء ثقتهم فيه لينجح أو عدم ثقتهم فيه ليفشل ومن ثم فخير للرجل الذي يسعى إلى اكتساب الثقة بنفسه أن يصادق أشخاصا يثقون فيه كما يثقون بأنفسهم السبب السابع ضعف العلاقة مع الله لأنه الملك المهيمن الله الرحمن الرحيم الكريم المنان الودود القوي القادر المهيمن الفعال لما يريد ذلك هو الله الذي أحبه وأعبده وأتذلل بين يديه كلما زادك انكسارا بين يديه أعزك بين عباده ضعف العلاقة مع الله وكثرة الذنوب تقس القلب وتفقد الثقة وتجلب القلق وتردد لأن كل ذنب يؤخر الرزق وما أصيب عبد في رزقه إلا بالذنب يصيبه فالثقة بالنفس رزق والفكر الرشيد رزق الهمة العالية رزق وصناعة القرار المؤثر رزق والنجاح المأمول رزق فإذا تعاملت مع إله الكون الذي بيده أن يقول لشيء كن فيكون بالإهمال وبالغفلة ضاع منك الكثير وفقدت من الأمل والهمة والثقة والعزة الكثير يا صاحبي لن تنال ما عند الله إلا بطاعة الله ولن تنال ما تريده بمعصية وهل هناك سند أقوى من الله وهل هناك سند أقوى من الله كفى اللهم يا سند من لا سند له كن سندي وقوتي السبب الثامن التربية منذ الصغر عندك حق سبب منطقي أن يكون الإهمال في تربية الأولاد في الصغر له الأثر السلبي على شخصيتهم من عدم استيعاب الأولاد ومشاركة لأهدافهم أو احتواء لطموحاتهم وكذلك إلقاء اللوم عليهم عند موقف وبعد كل تجربة وخلال كل قرار هذا يفقد الولد لثقته في نفسه وخاصة إذا سخر منه الأهل أمام أصحابه أو جيرانه وهذا السبب له حل يبدأ بفك العقد المتكونة تجاه من قام بتربيتك في صغرك سواء الوالد أو الوالدة أو غيرهما حتى يصل لنقاط الضعف الناتج عن هذه التربية وبمبدأ تقييم الضعف والخلل فيتم التعامل معه بعكسه ونستعين بصحبة ثقة أو أقارب يحبونك ويشاركونك أفكارك لتقديم النصيحة وفك الاشتباك مع الذات وكفى قلقا القلق مثل الكرسي الهزاز سيجعلك تتحرك دائما ولكنه لن يوصلك إلى أي مكان لو آن سميث أخي العزيز لا مبرر للتحجج بضعف الثقة بسبب إهمال التربية منذ الصغر الآن أنت كبرت فتعقل قرارك وعوض ما فاتك وابدأ من جديد والقصة لازالت تحكى السبب التاسع معوقات الخواطر الخواطر السلبية من أكبر معوقات الثقة بالنفس والشعور بالنقص ووهم العجز وأنه لا فائدة فيك وهذا آخر ما لديك ولذلك هذه الخواطر تعالج بمقاومتها وعدم السماح لها بالتوغل والاستحواذ على تفكيرك فأنت مهم صديق الكريم ولديك قدرات ومهارات نعم أهملتها قبل ذلك ولكن آن الأوان للتعامل معها وتطويرها وتجديدها وإعادة استثمارها في سوق النجاح قصة الملك والحكمة المطلوبة جمع الملك كل حكماء بلاطه ثم طلب منهم طلبا واحدا عبارة تكتب فوق عرشه ينظر إليها في كل آن وحين ليستفيد منها فقال لهم أريد حكمة بليغة تلهمني الصواب وقت شدتي وتعينني على إدارة أزماتي وتكون خير موجه لي في حالة السعادة والفرح والسرور فذهب الحكماء وقد احتاروا في أمرهم وهل يمكن أن تصلح حكمة واحدة لجميع الأوقات والظروف والأحوال إننا في وقت الشدة والكرب نريد من يهون علينا مصائبنا وبلاءنا وفي حال الرخاء والسعادة نطمح إلى من يبارك لنا ويدعو بدوام الحال وعاد الحكماء بعد مدة وقد كتبوا عبارات كثيرة ومتنوعة فيها من الحكمة الكثير لكنها كلها لم ترق للملك إلى أن جاءه أحد حكماء مملكته برقعة مكتوب عليها كل هذا حتما سيمر نظر الملك مليا في الرقعة بينما أخذ الحكيم في الحديث يا مولاي الدنيا لا تبقى على حال ومن ظن بأنه في مأمن من القدر فقد خاب وخسر أيام السعادة آتية لكنها حتما ستمر وسترى من الحزن ما يؤلم قلبك ويدم فؤادك لكن الحزن أيضا سيمر ستأتي أيام النصر لتدق باب مملكتك وسيهدف الجمع باسمك الميمون البعض يا مولاي لا يفقه هذه الحكمة فيملأ الدنيا صراخا وعويلا حال العثرة ويظن بأن كبوته قاسمة الظهر ونهاية المطاف فيخسر من عزيمته الشيء الكثير ويأبى أن يرى ما بعد حدود رؤيته الضيقة يحتاج حينها لمن يثبت عزيمته مؤكدا أن هذا حتما سيمر فلا يجب أن يرى العالم ذل انكساره وضعفه وهوانه والبعض الآخر يا مولاي ينتشي سعيدا فلا يضع في حسبانه أن الأيام دول فيكون البطر والتطرف في السعادة هو سلوكه وطبعه ظنا بأنه قد ملك حدود الدنيا وما بعدها وحكمة الله يا مولاي أن كل أحوالنا حسنها وسيئها سرورها وحزنها حتما سيمر حينها تبسم الملك راضيا وأمر بأن تنسخ هذه الحكمة البليغة وتوضع ليس فوق عرشه فقط وإنما في كل ميادين المملكة كي يتذكر كل من يراها أن دوام الحال من المحال أيام طالت أو قصرت ثم ستمر سترى بعينيك رفعة الشأن وبنوغ المكانة العالية لكن سنة الله في الكون أن هذا سينتهي ويمر قال تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى صدق الله العظيم السبب العاشر التسرع في تقويم الأمور الظل لا يعكس الحقيقة كثيرا ما يتم إصدار الأحكام التعسفية على فكرة أو مشروع أو قرار قبل التأني في دراسته وتقييمه والتسرع في الأمور يولد فقدان الثقة حيث إنها فكرة لم تكتمل على السريع فكل القرارات متسرعة والتجارب مشوهة والخطوات نقصة والأفكار مشوشة فأعطي نفسك فرصة وتمهل واخذ الأمور برفق وأعطيك الذي حق حقه ودعني أذكرك بمواقفة أنت تسرعت فيها وأندمت عليها أشد الندم ولو صبرت قليلا لاختلافت الأمور وتغيرت الأحكام تدريب تذكر ثلاثة مواقف على الأقل أسرعت في الحكم عليهم ما تأثير هذا التسرع على حالتك الذهنية؟ ما تأثير هذا التسرع على حالتك العاطفية؟ لو عاد بك الزمان كيف كنت ستتصرف؟ إن لم تكن تعرف إلى أي مكان تتوجه فسوف ينتهي بك المطاف على الأرجح في مكان غير الذي تريده دكتور لورنس بيتر السبب الحدي عشر إرضاء الناس جميعا قليل من التركيز إرضاء الناس غاية لا تدرك ولزال صاحبنا يضع في ذهنه أن إرضاءهم واجب بل والأخطر من ذلك أنه يخاف أن يقوم بعمل أو يقنعهم بفكرة أو يحدثهم عن هدفه خشية السخرية من شخصه والتسفيه من رأيه ولا أظن كصديقي تقبل بهذا فتضعف ثقته بنفسه لأنه سيصبح هامد اليدين لا يقوم بعمل ولا يؤدي دورا ولا يرسم لنفسه صورة تثبت له قبل غيره أنه قائد وناجح ومؤثر ومهم الفتى والحكيم وخوف الناس الفتى سيد الحكيم أعتقد أن لدي مشكلة الحكيم أخبرني ما هي مشكلتك الفتى لا أشعر بالارتياح عندما أكون وسط الناس أتلجلج في الكلام وأشعر أنني بعيد عنهم لا يعطيني الآخرون أدنى اهتمام وهذا يؤثر على مزاجي بشدة لدرجة أنني بعد فترة أجد نفسي غير قادر على التفاعل معهم بالمرة الحكيم فهمت إن مستوى ثقة بالنفس لديك ليس جيدا سوف أقترح عليك بعض التمرينات إن الموضوع ليس سهلا لكنك إن أصررت سوف ترى النتائج بعد ستة أشهر الفتى سيد الحكيم لقد نجحت الحكيم حقا ماذا حدث الفتى أستطيع الآن وقتما أكون بين الناس أن أتحدث إليهم وأشاركهم الكلام دون أدنى مشكلة إنهم يصغون إلي ويعطونني اهتمامهم لقد فعلتها الحكيم حقا لقد تطورت كثيرا الفتى والآن بعد أن حصلت على الثقة بالنفس ماذا أحتاج أن أفعل بعد ذلك الحكيم استمر في ممارسة التمرينات نفسها الفتى ولكن لماذا إن تلك المشكلة لم تعد تضيقني بعد لقد شفيت الحكيم عندما تصل إلى المستوى الذي تكون فيه وسط أناس لا يمنحونك اهتمامهم وتظل على ثقتك بنفسك حينها تكون قد شفيت السبب الثاني عشر لا يعرف قدراته ومستسلم للافتراضات انتظر الناس يحدثه الناس لديك مهارة كذا ويحدثه صاحبه لديك مهارة كذا ويحدثه أقاربه لديك مهارة كذا وهو لا يصدق ولا يدرك ولا يقدر ذلك حتى يمر عمره وهو جامد ساكن لم يقدر ذاته ولم يستعمل إمكانياته ولم يساعد نفسه للتجديد والتطوير والتغيير لا تقتل نفسك فيقتل نفسه ويشنق قدراته وهو في النهاية لا يقوم بعمل يميزه أو فكرة تؤهله أو هدف يحققه فتضعف ثقته بنفسه وكيف يثق في نفسه وهو لم يعرفها ولم يقدرها ولم يدركها ولم يحترمها الافتراضات العمياء تبا لهذه الافتراضات التي تحجم حياتنا من أن هذه الفكرة لن تنجح ولن أقدم جديدا والواقع يجبرني على فعل كذا وعدم فعل كذا يا صاحبي الافتراضات قابلة للتعديل وأنت من يغيرها وما يسري عليك يسري على غيرك وما يسري عليك ممكن أن لا يسري على غيرك والعكس وما ينفعك ربما يضر غيرك فلا تستسلم أيها المتدرب الهمام لأي افتراضات وأنت صاحب التجربة فكن على قدر المسؤولية هل حالك كحال هذا الصياد؟ يروى أن صيادا كان السمك يعلق بصنارته بكثرة وكان موضع حسد بين زملائه الصيادين وذات يوم استشاطوا غضبا عندما لاحظوا أن الصياد المحظوظ يحتفظ بالسمكة الصغيرة ويرجع السمكة الكبيرة إلى البحر فصره فيه ماذا تفعل؟ هل أنت مجنون؟ لماذا ترمي السمكات الكبيرة؟ فأجابهم الصياد مستسلما للفرضيات التي لديه لأني لا أملك إلا مقلاة صغيرة السبب الثالث عشر التقيد بأنماط محددة للتفكير خارج الصندوق حينما يعتاد الواحد منا على طريقة تفكير معينة فهي تلازمه ولا تنفك عنه كما تكون نظرته الثابتة للأمور وتقييمه المحدد للتجارب دون فتح أفق للتفكير مختلف وإذا لم يطور الإنسان من فكره ويغير من نظرته فسوف يعيش في ظل نمطية القاتلة للإبداع والتميز لا تكون أنت من يفعل ذلك يفرض على نفسه قيودا ذاتية على كثير من الأمور والقرارات ومن ثم الفكر بلا تطوير والقرارات بلا تغيير معناها أنك تعديم الثقة في فكرك وإحساسك وقراراتك لأنك اعتدت على الطريقة نفسها والسلوك نفسه وهو هو الأسلوب نفسه كل خطأ فرصة للتعلم إذا ألزمت نفسك بحق بأمر ما وأعطيته كل ما لديك وانتهيت إلى أنه غير مناسب لك فتحرك إلى شيء آخر إن كل خطأ هو فرصة للتعلم مما يعني أنه من المستحيل أن ترتكب خطأا سوزان جافرز بداية الحل والحل هنا قارئ العزيز يكمن بداية في القراءة بتنوع حتى تمر بمجالات مختلفة للذكاء والتفكير وتنشيط الإبداع والابتكار كما أن حضور الدورات التدريبية والتعلم الجاد يكسب الإنسان العلم المطلوب والذكاء المرغوب والرؤية الواسعة والأفق المرن والرأي الرشيد والوعي السديد والأهداف الناجحة ومن ثم يغير نمط تفكيره لا تنتظر كثيرا استعن بالخبرات والدورات والكتب وسترى الفرق واضحا أما التقييم نفسه منذ سنوات هو التقييم نفسه الآن والفكر نفسه والأسلوب نفسه والسلوك نفسه فما قيمة الحياة وتوالي الأيام وتعاقب الليل أو النهار السبب الربع عشر الاشتغال بالآخرين وترك الانشغال بالنفس هي ببساطة ملخص لمن انشغل بالآخرين وترك الانشغال بنفسه فأنت خلقت تتحمل مسئولية نفسك أنت حياتك تحتاج إعادة نظر رجل انتقل مع زوجته إلى المنزل الجديد والقصر المشيد وفي صبيحة اليوم الأول وبين ما يتناولان وجبة الإفطار الساخنة قالت الزوجة مشيرة من خلف سجاج النافذة المطلة على الحديقة المشتركة بينهما وبين جيرانهما انظر يا عزيزي إن غسيل جارتنا ليس نظيفا لأنها تشتري مسحوق رخيصا ودأبت الزوجة على إلقاء التعليق نفسه في كل مرة ترى جارتها تنشر الغسيل وبعد شهر اندهجت الزوجة عندما رأت الغسيل نظيفا على حبال جارتها قالت لزوجها انظر لقد تعلمت أخيرا كيف تغسل فأجاب الزوج بنظرة باسمة عزيزتي لقد نهط مبكرا هذا الصباح ونظفت زجاج النافذة التي تنظرين منها والخلاصة كل نفس بما كسبت رهينا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله السبب الخامس عشر تراكم الشعور بالضعف والإحباط أخطر مشاكل العالم هي المشاكل النفسية وعدم مقاومة وعدم مواجهة الشعور السلبي منذ أن يبدأ يلوح في الأفق سواء بكلمة أو فكرة أو نقد أو سخرية فيتمكن منك ويتراكم لديك فلا تترك هذا الشعور يتراكم حتى لا تزداد شوكته وتقوى عليك سطوته فتقل ثقتك بنفسك دون مبرر يذكر ولا سبب يفهم وإذا رجعت بالذاكرة الآن ستجد لديك الكثير هل تعلم سر السعادة؟ يحكى أن أحد التجار أرسل ابنه ليتعلم سر السعادة لدى أحكم رجل في العالم مشى الفتى أربعين يوما حتى وصل إلى قصر جميل على قمة جبل وفيه يسكن الحكيم الذي يسعى إليه وعندما وصل وجد في قصر الحكيم جمعا كبيرا من الناس انتظر الشاب ساعتين ليحين دوره أنصت الحكيم بانتباه إلى الشاب ثم قال له الوقت لا يتسع الآن وطلب منه أن يقوم بجولة داخل القصر ويعود لمقابلته بعد ساعتين وأضاف الحكيم وهو يقدم للفتى ملعقة صغيرة فيها نقطتان من الزيت أمسك بهذه الملعقة في يدك طوال جولتك وحاذر أن ينسكب منها الزيت أخذ الفتى يصعد سلالم القصر ويهبط مثبتا عينه على الملعقة ثم رجع لمقابلة الحكيم الذي سأله هل رأيت السجاد الفارسي في غرفة الطعام الحديقة الجميلة وهل استوقفك المجلدات الجميلة في مكتبتي ارتبك الفتى واعترف له بأنه لم يرى شيئا فقد كان همه الأول أن لا يسكب نقطتي الزيت من الملعقة فقال الحكيم ارجع وتعرف على معالم القصر فلا يمكنك أن تعتمد على شخص لا يعرف البيت الذي يسكن فيه عاد الفتى يتجول في القصر منتبها إلى الروائع الفنية المعلقة على الجدران والتحف الفنية الراقية فشهد الحديقة الغناء والزهور الجميلة وعندما رجع إلى الحكيم قص عليه بالتفاصيل ما رأى فسأله الحكيم ولكن أين قطرتا الزيت اللتان تعهدت بهما نظر الفتى إلى الملعقة فلاحظ أنهما سكبتا فقال له الحكيم تلك هي النصيحة التي أستطيع أن أزيها إليك سر السعادة هو أن ترى روائع الدنيا وتستمتع بها دون أن تسكب أبدا قطرته الزيت أفهمت؟ أم أشرح لك؟ فالسعادة هي حاصل ضرب التوازن بين الأشياء وقطرتا الزيت هما الستر والصحة فهما التوليفة الناجحة ضد التعاسى السبب السادس عشر الثقافة الضعيفة والمعلومات الرخيصة وهذا يدعى العلم نعم الثقافة الضعيفة والمعلومات الرخيصة التي يتعلمها صاحبها أو يقرأها في أي كتاب أو أي موقع على الإنترنت دون الرجوع لأهل العلم ومصادره يقلل من قوة المعلومات وقوة التغيير ومن ثم إذا كانت المعلومات رخيصة باهتة لم يتعب فيها كمن طلب منه بحثا عن موضوع القيادة مثلا فخلال أقل من ساعة كان جاهزا والسر بوساطة هو الإنترنت والمواقع الإلكترونية ولكن هل هو فهم البحث ودراسته والتعلم منه قطعا لا تعلم وتعلم إنما العلم بالتعلم بالتعب والسهر فليس من رقد كمن تعب وسهر وليس من سمع كمن قرأ وتعلم وليس من نظر كمن تأمل وتدبر وتفكر أخبرنا بحقيقتنا حين ولدنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نعم لا نعلم شيئا أما من تعلم وتعب ودرس وسهر واشتغل بتقديم ما هو مفيد لنفسه وبلده وأمته من أجل رسالة وهدف وعلم وتقدم رفعه الله بين الجميع فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لأنه يعلم الناس الخير كما قال إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير يدعون لك بالمغفرة والرحمة والله يرضى عنك ويحقق لك ما ترغب يعطيك على قدر تعبك ولن تسود إلا بالعلم ولن تقوى إلا بقوة المعلومات ولن تزداد ثقتك بنفسك أو تتمكن من قراراتك إلا بقوة معلوماتك لا تنسحب الجولة الخامسة كيف تكتسب قوة الثقة بالنفس الخطوة الأولى الاستعانة بالله المؤمن القوي خير وأحب من أهم الأمور في التعامل مع القدرات والإمكانيات والمهارات للأصول لتحقيق الأهداف والطموحات والنجاح هي الاستعانة بالله والتبرؤ من حول الإنسان وقوته إلى حول الله وقوته سبحانه ومهما تعقدت الأمور وتشابكت الأحوال وتزايدت المشاكل فاعلم أن ربك معك وكما أعلنها رسول الله استعن بالله ولا تعجز فإذا عزمت فتوكر على الله واعلم أن الله أمره بين الكاف والنون كن فيكون فالزم الاستعانة واعلم أن الدعاء بثقة أن الله سيستجيب دعاءك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا يا له من إنسان ما بالك بإنسان تعلق بالله واستعان به وأخذ بكل الأسباب فأر الله من نفسك خيرا وسترى رحمات ربك وفتوحاته بالخير عليك يقول صاحب كتاب دعي القلق وابدأ الحياة لقد وجدت أن القلق على الماضي لا يجدي شيئا تماما كما لا يجدي بك أن تطحن الطحين ولا أن تنشر النشارة وكل ما يجديك إياه القلق هو أن يرسم التجعيد على وجهك أو يصيبك بقرحة المعدة والقلق يهزم صاحبه قبل أن يبدأ المعركة فمن ظن أنه قد هزم فقد هزم حقا ومن ظن أنه ليس مقداما فلن يكون مقداما ومن ظن أنه لن يفوز فلن يفوز أبدا قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد علاقتك بالله هي أصل الصلاح والنجاح والفلاح وبغيرها تتدمر الحياة وتفقد السعادة وتسيطر الهموم والغموم فلنحيينه حياة طيبة احرص على صلاتك وقرآنك ودعائك والاستغفار وهذه هي الحياة الحقيقية وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثانية الاحتكاك الفعلي والخروج للمجتمع فاعل أم مفعول به التفاعل مع الأحداث وابداء وجهات نظرك وتعاملك مع الآخرين والتعرف على الناس بكافة أفكارهم ومشاكلهم وأنماطهم فالدين المعاملة فالمعاملات تزيد الخبرات وتقتل السلبية والانهزامية وتعالج التردد والانطوائية ولن تخسر شيئا فكلها تجارب مفيدة وعملية لتقييم وتقويم الذات قصة للتحدي راعي غنم سعودي يتحول لبروفيسور بأكبر جامعات أمريكا من بائع ملح وتمر ثم حامل حطب ثم راعي غنم في قرية نائية جنوب السعودية إلى بروفيسور في واحدة من أكبر جامعات أمريكا هذا هو ملخص قصة الطبيب السعودي حامد البارقي الذي لم يكن يدرك أن ركضه في الحياة منذ طفولته اليتيمة لجني قوت يومه بين جنبات قريته الصغيرة البارق سيقوده لمهنة إنسانية راقية شق بها طريقه الوعرة بإرادة صلبة ناقش نسمه على لائحة النجاح والتميز فقد توفي والد البارقي وهو صغير وظل عمه يرعى أمه وأخوته حتى أكمل حامد المرحلة الإعدادية عندها أبلغه بضرورة أن يبحث عن وظيفة ليتولى مهمة الرعاية وبالفعل لم يمانع حامد هذا القرار فوافق عمه على البحث عن وظيفة لكي يؤمن لأهله لقمة العيش فبدأ مشواره تجاه أسرته متنقلا من مهنة بيع التمر والملح إلى رعي الأغنام وظل البارقي هكذا حتى أخبره عمه بأنه يعرف شخصية مسؤولة في منطقة تبوك الشمالية سوف يساعده في الحصول على وظيفة أفضل هناك فأحزم حقائبه متوجها إلى منطقة تبوك وهو لا يحمل في جيبه سوى خمسين ريالا إثني عشر دولار تؤمن طريقه وهناك ساعدته تلك الشخصية في الالتحاق بالجيش كجندي أول باللواء المظلي لتبدأ التطلعات تدور في ذهن البارقي الذي استغرب وجود ضبات يحملون نجوما على أكتافهم بينما هو مجرد جندي وكان أول سؤال تبادر إلى ذهنه هو كيف يمكن أن يكون مثلهم لتصله الإجابة على لسان الشخصية نفسها التي ساعدته في الانضمام للجيش بأن هؤلاء وصلوا لهذا المستوى بالعلم وبالدراسة فقرر مباشرة أن يكمل دراسته الثانوية ليتخرج منها بتقدير امتياز وفي تلك الفترة احتاج قطاعه بالجيش إلى ممرضين فتم انتداب البارقي ومعه بعض زملائه ليحصل على شهادة التمريض لكن حامد تفوق على كل من كان معه وحصل على المركز الأول ليتم نقله إلى مستشفى الرياض وهناك مارس حامد بارقي مهمه الجديدة وصار من أفضل الممرضين في المستشفى إضافة لذلك واتته فرصة أفضل تمثلت في الإعلان عن دورة ترشيح ضباط فتم ترشيحه من قبل إدارته إلى تلك الدورة ليتخرج منها ضابطا ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد قررت إدارة المستشفى ابتعاث البارقي إلى الولايات المتحدة لدراسة جراحة الفم والأسنان ليحصل على درجة الدكتوراه ويعتمد عضوا بالبورد الأمريكي ونائبا لرئيس جمعية جراحة الوجه والفكين وقصة الحب بين الطبيب العالمي وأدواته جعلته يعازز خبراته في مجال طب الأسنان بأكثر من عشرين شهادة ليكون من أوائل الأطباء السعوديين الذين درسوا ترميم وتجميل الوجه والفكين عش التجارب باهتمام التجارب خير معلم وخير مدرب فكل تجربة هي فائدة وكل ما يحدث مفيد وكيف تنجح وتؤثر دون تجارب واضحة ودون خبرات متكررة ومتعددة وكما قال أدسن حين لم ينجح في أكثر من تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين طريقة فقال تعلمت أكثر من تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين طريقة لتوصل لعمل المصباح نعم تجارب ثم تجارب حتى نصل لما نريد والله المستعان ورشة عمل مد اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثالثة استعين بصحبة ثقة ومشجعة هل هذه صحبة؟ كثيرون يعيشون في وهم الصحبة رغم أن هذه الصحبة هي من أحبطت أحلامهم وقتلت أهدافهم وسيطرت على حياتهم وسرقت خيالهم ومع هذا يتحجج أنه لا يستطيع فراقهم بحجة أنهم عشرة العمر وأصحاب الدراسة وأهل الجيرة ولكن بهدوء يا صديقي أنت تقتل نفسك وحياتك بهذه الصحبة التي دمرت أهدافك ومهاراتك وسيطرت عليك بإحباط ويأس وربما تضطر للتعامل أو الخروج معهم في أماكن ليست من أخلاقك وأمور ليست من طبعك وأهداف ليست من شخصيتك لكن لأنها صحبتك وصدق ما قاله الرسول الكريم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل استفهام من الأهمية بمكان هل صحبتك هذه تسعى لأن يكون رفقاءك مع رسول الله في الجنة أو مشاركيك في طريق نجاحك فكر كثيرا ولا تتأخر في البحث عن صحبة ثقة ومشجعة الوقت يمر والزمن يهرب ولا تتردد فالحياة لا تستحق ضياعها وأهدافك لا تستحق قتلها وثقتك لا تستحق ذبحها احرص على الإيجابيين لتشرب منهم الإيجابيون كنز مهم وثروة قومية لك اعرفهم واحرص على الوجود وسطهم وبينهم لأن الهمة معدية والطموح ينتشر والنجاح يحفز فقط الزمهم وصاحبهم واستعم بهم ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الرابعة استثمر وقتك وأكثر القراءة بتنوع كلمة السر استثمار الوقت هي كلمة السر عند كل الناجحين وصاحبي الإنجازات القراءة بتنوع حيث الفكرة المبتكرة والمعلومات الثرية والعلم العميق الذي يشكل العقل والفكر وعمق الثقافة التي تقود لاتخاذ القرارات ورسم خريطة الحياة إن من يفشلون في الاستفادة من وقتهم هم من يشتكون دائما من عدم توفره جان لابروير قد يتساءل الناس هل يحتاج الإنسان أن يتعلم كيف يفكر أو كيف يبني فن التفكير في حياته فالإنسان في حاجة لتعلم التفكير الإيجابي والقرآن الكريم أعلنها لآيات لقوم يعقلون ولعلكم تتفكرون وأفلا تتفكرون وَلَعَلَّهُمْ يَفْقَهُنْ وَفَاَعْتَبِرُوا يَأُولِي الْأَبْصَارِ وَيَأُولِي الْأَلْبَابِ انظر إلى فنزويلا حيث فرضت حكومتها على طلاب مدارسها أن يدرسوا ساعتين في الأسبوع مادة سموها مهارة التفكير ودربوا على تدريسها أكثر من مائة ألف معلم وأوصيك بقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم القيادة وفن التفكير واستثمار المهارات وقوة العلاقات عش مع سير العظماء العيش مع قصص العظماء والناجحين وقراءة تاريخهم وسيرهم يعزز ثقة بالنفس ويضع النموذج أمامه ليسير عليه قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال سفيان بن عيينة تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين يقول بشر بن الحارث حسبك أن أقواما موتى تحيى القلوب بذكرهم وأن أقواما أحياء تقص القلوب برؤيتهم وقراءة سيرة أعظم الخلق وأفضلهم وأعزهم محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قراءة سير العظماء والناجحين خطوة تشحذ الهمم وتقوي الثقة بالنفس وتدعم التخيل والطموح وتعاون على قهر العقبات والتعامل مع التحديات التعليم الحقيقي والتدرب العملي صديق العزيز الدورات التدريبية المهمة مثل دورات إعداد القادة وتطوير الذات وتطوير المهارات وصناعة الأهداف وكذلك دورات اللغات والإدارة والمحاسبة والتأهيل لسوق العمل وغيرها تنمي الفكرة والمهارات فاخذها خطوة مهمة للتدريب والتعلم والاستفادة وليست للحصول على شهادة وفقط ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الخطوة الخامسة أغلق صفحة الماضي يا لها من ذكريات يعيش الواحد من الذكريات الماضية المتعلقة ببعض المواقف الحاسمة والمصيرية كاتخاذ القرار ووضع الأهداف بحثا عن النجاح وتحقيق الذات فتلازمه ذكريات مدفونة ومتعلقة بروابط ذهنية وعصبية أنك لم تنجح وأنك غير مؤهل وأنك لن تستطيع ولا جديد تحت الشمس أغلقها حالاً ومن ثم أغلق صفحة الماضي ولا تعود للوراء ولا تنظر للخلف وابدأ من جديد بفكر إيجابي وسلوك جديد وتخطيط أقوى حتى تبدأ خطواتك مع ثقتك في نفسك وأهدافك وحياتك سئل نابليون كيف استطعت أن تولد ثقة في نفوس أفراد جيشك فأجاب كنت أرد على ثلاث بثلاث من قال لا أقدر قلت له حاول من قال لا أعرف قلت له تعلم من قال مستحيل قلت له جرب الجوهرة الأخيرة في أحد الأيام وقبل شروق الشمس وصل صياد إلى النهر وبينما كان على الضفة تعثر بشيء ما كان عبارة عن كيس مملوء بالحجارة الصغيرة فحمل الكيس ووضع شبكته جانباً وجلس ينتظر شروق الشمس ليبدأ عمله حمل الكيس بكسل وأخذ منه حجراً ورماه في النهر وهكذا أخذ يرمي الأحجار حجراً بعد الآخر أحب صوت اصطدام الحجارة بالماء ولهذا استمر بإلقاء الحجارة في الماء سطعت الشمس فأنارت المكان كان الصياد قد رمى كل الحجارة ما عدا حجراً واحداً بقي في كف يده وحين أمعن النظر فيما يحمله لم يصدق ما رأته عينه لقد كان يحمل ألماساً نعم يا إلهي لقد رمى كيساً كاملاً من الألماس في النهر ولم يبقى سوى قطعة واحدة في يده فأخذ يبكي ويندب حظه التعس لقد تعثرت قدماه بثروة كبيرة كانت ستقلب حياته رأساً على عقب ولكنه وسط الظلام رماها كلها دون أدنى انتباه لكنه محظوظ ما يزال يملك ماسة واحدة في يده ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة السادسة ركز على قدراتك واستعمل المنافسة ونعم التركيز نعم التركيز على القدرات والمهارات مع الذات والسعي خلف هدفها وتطويرها وتوكيدها من أهم العوامل التي تبني الثقة بالنفس كلما بذلت المجهود وسعيت لتطوير مهاراتك والتزمت بالتدريبات عموماً في مجالك مثلاً من يلعب فروسية أو مصمم جرافيكي أو مخرج بارع أو كاتب مبدع وغيرها كلما تدربت ازدادت قوة مهاراتك وكان طريق النجاح أقوى وأسهل ومع الوقت تزداد الثقة تدريجياً حتى تصل لأعلى معدلاتها بالتعب والتركيز والتطوير القصة قصة كأنت لم يجد رجل الأعمال الغارق في ديونه وسيلة للخروج منها سوى بأن يجلس على كرسي بالحديقة العامة وهو في قمة الحزن والهم متسائلاً إن كان هناك من ينقذه وينقض شركته من الإفلاس فجأة ظهر له رجل عجوز وأقال له أرى أن هناك ما يزعجك فحكى له رجل الأعمال ما أصابه فرد عليه العجوز قائلاً أعتقد أن بإمكاني مساعدتك ثم سأل الرجل عن اسمه وكتب له شيكاً وسلمه له قائلاً خذ هذه النقود وقابلني بعد سنة بهذا المكان لتعيد المبلغ وبعدها رحل العجوز وبقي رجل الأعمال مجدوهاً يقلب بين يديه شيكاً بمبلغ نصف مليون دولار عليه توقيع جون دي روكفلر رجل أعمال أمريكي كان أكثر رجال العالم ثراءً فترة ما بين عامي 1839 و1937 جمع ثروته من عمله في مجال البترول في وقت لاحق أصبح من المشهورين وأنفق روكفلر خلال حياته مبلغ 550 مليون دولار أمريكي تقريباً في مشروعات خيرية أفاق الرجل من ذهوله وقال بحماسة الآن أستطيع أن أمحو بهذه النقود كل ما يقلقني ثم فكر لوهله وقرر أن يسعى لحفظ شركته من الإفلاس دون أن يلجأ لصرف الشيك الذي اتخذه مصدر آمان وقوة له وانطلق بتفاؤل نحو شركته وبدأ أعماله ودخل بمفاوضات ناجحة مع الدائمين لتأجيل تاريخ الدفع واستطاع تحقيق عمليات بيع كبيرة لصالح شركته وخلال بضعة شهور استطاع أن يسدد ديونه وبدأ يربح من جديد وبعد انتهاء السنة المحددة من قبل ذلك العجوز ذهب الرجل إلى الحديقة متحمسا فوجد ذلك الرجل العجوز بانتظاره على الكرسي نفسه فلم يستطع أن يتمالك نفسه فأعطاه الشيك الذي لم يصرفه وبدأ يقص عليه قصة نجاحات التي حققها دون أن يصرف الشك وفجأة قطعته ممرضة مسرعة باتجاه العجوز قائلة الحمد لله أني وجدتك هنا فأخذته من يده وقالت لرجل الأعمال أرجو أن لا يكون قد أزعجك فهو دائم الهروب من مستشفى المجانين المجاور لهذه الحديقة ويدعي للناس بأنه جون دي روكفلر وقف رجل الأعمال تغمره الدهشة ويفكر في تلك السنة الكاملة التي مرت وهو ينتزع شركته من خطر الإفلاس ويعقد صفقات البيع والشراء ويفاوض بقوة لاقتناعه بأن هناك نصف مليون دولار خلفه حينها أدرك أن النقود لم تكن هي التي غيرت حياته وأنقذت شركته بل الذي غيرها هو اكتشافه الجديد المتمثل في الثقة بالنفس فرق كبير بين المقارنة بالغير ومنافسة الغير المقارنة وحدها تولد روح الملل والغيرة والحسد والحقد لأن المقارنة تجعلك تنظر لمميزات الغير دون تطوير منك فيزداد قوة ونجاحا وأنت لازلت في مكانك مما يقلل ثقتك بنفسك أما التعامل بروح المنافسة فهو الأصل حيث التنافس يدفعك للقيام بالمزيد من المجهود والتعامل الأكثر جدية مع مهاراتك وحياتك وأهدافك وهي القاعدة القرآنية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فتزداد المنافسة عندما تبدأ المنافسة يا له من عاقل وهذا يحيى بن يحيى تعلم على يد الإمام مالك منذ صغره وكان مالك يعجبه سمته وعقله وذات مرة كان عند الإمام مالك في جملة من أصحابه فقال قائل قد حضر الفيل فخرج أصحاب مالك لينظروا غير أن يحيى بقي مكانه في الدرس فقال له مالك لما لم تخرج لترى الفيل لأنه لا يكون بالأندلس فقال له يحيى إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك ولم أجئ لأنظر إلى الفيل فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة السابعة انظر إلى نفسك كشخص ناجح صورة مطلوبة الصورة الذهنية المرسومة داخل كل واحد من أهم المعينات وأقواها حيث التعامل مع الذات والنظر للنفس كشخص ناجح ينعكس على الأفكار والمشاعر والسلوك لأن الصورة الذهنية القوية تصنع الشخص الناجح والواثقة في نفسه لا كبيرة مع الإصرار قبل خمسين عاما كان هناك اعتقاد بين رياضي الجري أن الإنسان لا يستطيع أن يقطع عميلا في أقل من أربع دقائق وأن أي شخص ومن يحاول كسر هذا الرقم سوف ينفجر قلبه ولكن أحد الرياضيين سأل هل هناك شخص حاول وانفجر قلبه فجاءته الإجابة لا لم يحدث فبدأ بالتمر حتى استطاع أن يكسر الرقم ويقطع مسافة ميل في أقل من أربع دقائق في البداية ظن العالم أنه مجنون أو أن ساعته غير صحيحة لكن بعد أن رأوه صدقوا الأمر والمفاجأة استطاع في العام نفسه أكثر من مئة رياضي أن يكسر ذلك الرقم وفي العام الذي يليه استطاع ثلاثمائة رياضي كسر ذلك الرقم إذا كنت ترغب في نتائج مختلفة فعليك أن تصنع شيئا مختلفا امضي قدما وستحصل على أدوات أفضل مما لديك الآن نابليون هيل قصة لأحدهم في إحدى الجامعات بكولومبيا في محاضرة مادة الرياضيات وجلس أحد الطلاب في آخر القاعة ونام بهدوء وفي نهاية المحاضرة استيقظ على أصوات الطلاب ونظر إلى السبورة فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين فنقلهما بسرعة وخرج من القاعة وعندما رجع البيت بدأ يفكر في حليهتين المسألتين كانت المسألتان في منتهى الصعوبة فذهب إلى مكتبة الجامعة وأخذ المراجع اللازمة وبعد أربعة أيام استطاع أن يحل المسألة الأولى وهو ناقم على الدكتور الذي أعطاهم هذا الواجب الصعب وفي محاضرة الرياضيات اللاحقة استغرب أن الدكتور لم يطلب منهم الواجب فذهب إليه وقال له يا دكتور لقد استغرقت في حل المسألة الأولى أربعة أيام وحللتها في أربع أوراق فتعجب الدكتور وقال للطالب ولكني لم أعطكم أي واجب والمسألتان اللتان كتبتهما على السبورة هما أمثلة كتبتها للطلاب للمسائل التي عجز العلم عن حلها ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثامنة سامح من أساء إليك بقلب سليم مسامحة الآخرين وقبول الأعذار طريق قوي لبناء الثقة بالنفس فاستخدام مبدأ العفو والتسامح يصنع لك المساحة المرنة للتعامل مع الغير ولا تنسى أنك أيضا تخطئ في حق الغير وتنتظر لحظات التسامح وقبول العذر فالتسامح قوة نفسية قوية تزيد ثقة الإنسان في نفسه هل أنت كأبي ضمضم؟ عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال كان رجلا إذا أصبح يقول اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك اللهم إني وأهبت كنفسي وعرضي فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه رواه أبو داود والضياء عن أنس رسالة قيمة يقول ابن القيم من رفق بعباد الله رفق الله به ومن رحمهم رحمه الله ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه ومن جاد عليهم جاد الله عليه ومن نفعهم نفعه الله ومن سترهم ستره الله ومن عمل خلقه بصفة عمله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله سبحانه وتعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة التاسعة اصبر ولا تجعل الأمور أسوأ دعي البحيرة حتى تسكن كانت هناك فتاة جميلة اعتادت الخروج إلى بحيرة صغيرة جدا وتتأمل انعكاس صورتها على ماء البحيرة لشدة سكونه وذات يوم أخذت أخاها الصغير معها وبينما هي تتأمل وجهها على مياه البحيرة أخذ أخوها حجرا وألقاه في البحيرة فتموج ماءها واضطربت صورة الفتاة فغضبت بشدة وبدأت تحاول جاهدة أن توقف تموج مياه البحيرة وظلت تتحرك هنا وهنا لتوقف تموجات الماء ولم تستطع فمر شيخ كبير عليها ورأى حالها فسألها ما المشكلة فحكت له القصة فقال لها سأخبرك بالحل الوحيد الذي سيوقف تموجات الماء ولكنه صعب جدا فقالت سأفعله مهما كلفني الثمن فقال لها دعي البحيرة حتى تهتأ يا سادة هناك بعض الأمور والمشاكل التي عندما نحاول حلها نزيدها سوءا عن قصد ولو صدقت النوايا فالصبر والإرادة جزء من قوة الحل وخطوة على طريق الثقة لا تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه قرر صبي يبلغ من العمر عشر سنوات تعلم الجود على الرغم من أنه فقد ذراعه اليسرى في حديث سيارة وبدأ الصبي الدروس مع مدرب جود يابان موسن وكان أداء الصبي حسنا إلا أنه لم يستطع أن يفهم لماذا بعد ثلاثة أشهر من التدريب لم يعلمه المدرب سوى حركة واحدة فقط أخيرا قال الصبي لمدربه سنسي هكذا يسمى المدرب باليابانية لماذا لا أتعلم حركات أخرى فقال سنسي هذه هي الحركة الوحيدة التي تعرفها ولكنها الحركة الوحيدة التي سوف تحتاجها دائما وأفدا لم يفهم الصبي ما يقصد سنسي لكنه كان يؤمن بمدربه لذا استمر الصبي في التدريب وبعد عدة أشهر أشرك سنسي الصبي بالبطولة الأولى له وكان مما أدهج الصبي أنه فاز بسهولة في المبارتان الأوليين وكانت المباراة الثالثة أكثر صعوبة ولكن مع مرور الوقت فقد خصمه الصبر واستشاط غضبا واستطاع الصبي الفوز بالمباراة باستخدامه حركته الوحيدة بإطقان زاد اندهاش الصبي بنجاحه ووصل المباراة النهائية في البطولة وكان منافسه أكبر وأقوى وأكثر خبرة لبعض الوقت بدأ أن الصبي سوف يخسر وخوفا أن يقع ضرر كبير على الصبي قام الحكم بإعطاء استراحة وكان على وشك إيقاف المباراة عندها تدخل سنسي قائلا لا دعه يستمر وبعد وقت قصير من استئناف المباراة ارتكب الخصم خطأ قاتلا فقد استغنى عن وضعه الدفاعي وعلى الفور استخدم الصبي حركته الوحيدة وثبت خصمه وفاز الصبي بالمباراة والبطولة وأصبح البطل وفي طريق العودة استعرض الصبي وسنسي جميع الأحداث في كل المباراة ثم استجمع الصبي شجاعته وسأل عما يشغل باله سنسي كيف فزت في البطولة بحركة واحدة فقط؟ أجابه سنسي لقد فزت لسببين اثنين الأول لقد كنت تتقن واحدة من أصعب الحركات في الجود على الإطلاق والسبب الثاني أن الحركة الدفاعية المعروفة والوحيدة لتلك الحركة هو أن يقوم الخصم بالإمساك والسيطرة على ذراعك اليسرى لقد كانت أكبر نقطة ضعف للصبي هي أكبر نقاط قوته نقاط ضعفك هي نقاط قوة أمام غيرك مهما كانت عيوبك فلك مميزات فانشغل بتطويرها ولا تسمح للغير بأن يزيد الأمور سوءا فأحيانا نرى أن لدينا بعض نقاط الضعف وقد نسخط على قدر الله ونلعن الظروف ولكنه سبحانه يجعل من ضعفنا قوة إذا أحسن التعامل مع أنفسنا خذ بالأسباب وفقط قدم أفضل ما لديك ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة العاشرة أعطي نفسك فرصة أخرى وثق في قدراتك مؤشرات الهبوط أحيانا يتمتع الكثيرين بقوة الثقة بالنفس ويتحلى بها وتصبح وأضحة على ملامحه وعلى طريقة تعامله وحين تهب مشكلة أو يقع تحت طائلتها تهتز ثقته بنفسه وتبدأ في التراجع والهبوط لأقل مستوياتها ولذلك حين تقع في مشكلة فلا تفقد الثقة بل تعامل معها بقوة وحزم وكل مشكلة لها حل وما من داء إلا له دواء والوقت جزء من حل المشكلة وفكر بثقة حين تقع في مشكلة ابتعد قليلا عندما يتكرر الحل نفسه في ذهنك ولا يبدو أنه الحل المناسب المثالي يكون الوقت قد حان للابتعاد قليلا عن المشكلة إن إبعاد نفسك جسديا عن ساحة اتخاذ القرار من شأنه أن يخفض مستوى القلق لديك وصفاء الذهن هو النقطة المركزية للهدوء الداخلي روجر دوسونس قصة تحرق الصخر سرق رجل في بلاد الهند قطيعا من الخراف فقبضوا عليه ووشموا على جبهته سين خاء أي صارق خراف ولكن الرجل قرر التوبة والتغيير وفي البداية تشكك الناس منه فأخذ يساعد المحتاجين ويمد يد العون للجميع الغني والفقير ويعود المريض ويعطف على اليتيم وبعد سنين مر رجل بالقرية فوجد رجلا عجوزا موشوما وكل من يمر عليه يسلم عليه ويقبل يده والرجل يحتضن الجميع وهنا سأل الرجل أحد الشباب عن الوشم الموجود على جبهة هذا العجوز ما معنى؟ فقال الشاب لا أدري لقد كان هذا منذ زمن بعيد ولكني أعتقد أنه يعني الساعي في الخير سين خاء بدلا من صارق الخراف ما يبدو أحيانا وكأنه النهاية كثيرا ما يكون بداية جديدة ليست للكلمات أي معنى سوى المعاني التي نعطيها لها السبيل الوحيد لجعل البشر يتحدثون خيرا عنك وقيامك بعمل طيب فولتير ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الخطوة الحادية عشرة اصنع سجل إنجازاتك أعد اكتشاف نفسك في إحدى أركان متر الأنفاق المهجورة كان هناك صبي هزير الجسم شارد الذهن يبيع أقلام الرصاص ويشحذ الناس الإحسان إليه مر عليه أحد رجال الأعمال فوضع دولارا في كيسه ثم استقل المترو في عجلة من أمره وبعد رحظة من التفكير خرج من المترو مرة أخرى وسار نحو الصبي وتناول بعض أقلام الرصاص وأوضح للشاب بلهجة يغلب عليها الاعتذار أنه نسي التقاط الأقلام التي أراد شراءها منه وقال إنك رجل أعمال مثلي ولديك بضاعة تبيعها وأسعارها مناسبة للغاية ثم استقل القطار التالي بعد سنوات من هذا الموقف وفي إحدى المناسبات الاجتماعية تقدم شاب أنيق نحو رجل الأعمال وقدم نفسه له قائلا إنك لا تذكرني على الأرجح وأنا لا أعرف حتى اسمك لكني لن أنساك ما حيت إنك أنت الرجل الذي أعاد إلي احترامي وتقديري لنفسي لقد كنت أظن أنني شحد أبيع أقلام الرصاص إلى أن جئت أنت وأخبرتني أنني رجل أعمال واجه تحدياتك يحكى أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على أحد الطرق الرئيسية فأغلقها تماما ووضع حارسا ليراقبها من خلف شجرة ويخبره بردة فعل الناس مر أول رجل وكان تاجرا كبيرا في البلدة فنظر إلى الصخرة بشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم فدار هذا التاجر حول الصخرة رافعا صوته قائلا سوف أذهب لأشكو هذا الأمر سوف نعاقب من وضعها ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد ثم مر ثلاثة أصدقاء معا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي ثم صرفوا إلى بيوتهم ومر يوما حتى جاء فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورآها فلم يتكلم وبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها طالبا المساعدة ممن يمر فتشجع آخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقا حفر له مساحة تحت الأرض وفي هذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من ذهب ورسالة مكتوب فيها من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة هذه مكفاءة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها انظروا حولكم وشاهدوا كم مشكلة نعاني منها ونستطيع حلها بكل سهولة لو توقفنا عن الشكوى وبدأنا بالحل ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثانية عشر كن شاكرا راضيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أخرجه أحمد في إحدى المرات خرج الملك إلى الصيد ورافقه الوزير وفي هذه الرحلة أصيب الملك في يده وابطر إلى قطع أصبعه وهو متذمر جدا قال له الوزير لعله خير فعضب الملك غضبا شديدا وأمر بحبسه وفي طريقه إلى السجن قال لعله خير متفائل ومرت الأيام والشهور خرج الملك كعادته لممارسة هوايته المفضلة الصيد وأثناء مطاردته لفريسته ابتعد كثيرا عن حرسه المرافقين له ودخل إلى قبيلة في الأدغال وكانوا يمارسون طقوسهم والتي تتمثل في تقديم قربان إلى الآلهة أي شخص غريب يدخل قبيلتهم وقد كان الملك فربطوه وبينما هم يستعدون لقتله رأوا أصبعه المقطوع فأمرهم زعيمهم أن يطلقوا صراحة لأن القربان يجب أن يكون شخصا كاملا وفاخرا وحين عودته أمر بإطلاق صراح وزيره وروا له قصته وبيّن له كيف أن أصبعه المقطوع هو الذي نجاه من الموت وأنه عنده حق في كلامه ولكنه سأله قائلا لقد سمعتك تقول وأنت ذاهب إلى السجن لعله خير وهل في السجن خير فرد الوزير يا أيها الملك لو لم أدخل السجن لكنت معك في رحلة الصيد وأنا ليس في جسمي حيب لتركك أهل القبيلة ولقدموني أنا بدلا منك إلى آلهتهم قربانا فكان في صنع الله كل الخير ورشة عمل ماذا اقتناعك بهذه الخطوة كيف تنفذها الخطوة الثالثة عشر كن حازما دافع عن حقوقك وآرائك وشعورك وأفكارك ولا تستسلم حقك تعترض على من أخذ مكانك أو تعدى دورك لا تفرض في حقك فتكون ضعيفا في نظر الآخرين لا تقلق من ردة فعل الآخرين تجاه أمورك من قوة الحزم لا تخاف أن تفقد علاقاتك بهم أو تكون منبوذا بينهم قدم طلبك بوضوح وتجنب التملق وراعي أن من حقهم قول لا لا تأخذ الأمور على محمل شخصي واستعمل نبرات التواصل تعلم قول لا وتفهم الأمور وتوصل لحلول سهل تطبيقها رتب دولاب ملابسك الخطوة الرابعة عشر تقبل ذاتك تقبل الحياة استيقظت إحدى السيدات ونظرت في المرآة لتجد ثلاث شعرات فقط في رأسها فابتسمت قائلة لا بأس سأصبغ شعر اليوم ففعلت ذلك وقضت يوما رائعا وفي اليوم التالي استيقظت ونظرت في المرآة فوجدت شعرتين فقط فانفرجت أساريرها وقالت مدهش سأغير تسريحة شعر اليوم سأقسمه إلى نصفين وأصنع مفرقا في منتصفه فعملت ذلك وقضت يوما مدهشا وفي اليوم الثالث استيقظت لتجد شعرة واحدة فقط في رأسها وهنا قالت ممتاز سأسرح شعري للخلف فعلت ذلك وقضت يوما مريحا وسعيدا وفي اليوم التالي استيقظت ونظرت في المرآة لتجد رأسها خاليا من الشعر تماما فهتفت بسعادة بالغة يا للروعة لن أضطر لتصفيف شعري اليوم أفضل وقت لتكون فيه سعيدا ليس غدا عندما تكون غنيا أو صباحا عندما تكون نشيطا أو بعد سنة عندما تكون كبيرا إن أفضل وقت للسعادة هو الآن ليس مهما ما يحدث لنا المهم كيف نستجيب له الخطوة الأخيرة كن مسؤولا ابدأ وجرب الآن تأمل في قصة الملاكم العالمي محمد علي كلاي فبعد أن جرد من لقبه العالمي نتيجة رفضه الخدمة العسكرية في حرب فيتنام عانى هذا البطل من الديون المتكاثرة ورفضت كثير من الولايات الأمريكية أن تمنحه تصريحا لمزاولة الملاكمة على أرضها ولم يكن أمامه من بد للعودة إلى الملاكمة سوى أن يتحدى أحد عمالقة الملاكمة وقتها وهو جورج فورمان وهو ملاكم يهاب الجميع لقاءه فماذا حدث؟ في بداية الأمر كان البطل محمد علي كلاي خائفا جدا من اللعب أمامه ولكنه قبل التحدي وكانت النتيجة الهزمة السحقة فقد أصابه فورمان بإصابات عديدة منها 12 غرزة في وجهه وكذلك إصابة في فكه وكسر في ذراعه ليودع المستشفى في حالة سيئة جدا فنصحه الناس أن لا يلعب مرة أخرى ولكنه استطاع أن يلعب ثانية وليس هذا فقط بل قرر أن يلعب أمام جور فورمان نفسه مرة أخرى مهما كلفه الأمر أخذ يشاهد الفيلم التسجيلية للمباراة التي لعبها مع فورمان كي يتعلم منها حتى استوعبها تماما وبعد أن خرج من المستشفى بدأ يتدرب بشكل مكثف ليلا ونهارا ثم تحد فورمان مرة أخرى فرد عليه فورمان قائلا سوف تشتاقون للقاء هذا الرجل مرة أخرى فهذه هي آخر مرة يمكنكم أن تروه فيها فإنه لم يستوعب الدرس من المرة الأولى فودعوه بشدة لأنني سوف أخلصكم منه تماما فماذا يصنع محمد علي كلاي أمام هذا التحدي فجورج فورمان أقوى منه بنيانا وأطول قامة وأشد في ضرباته ويتمتع بجمهور كبير وتأييد جارف وكل الظروف ضده الاستعداد قبل المباراة كانت هذه المباراة في أفريقيا فسافر محمد علي قبل البطولة بشهر كامل إلى هناك ولأنه شخصية جذابة فقد أحبه الناس جدا وكان ينزل إلى الشارع ويتدرب ويركض وسط الناس حتى باتوا يهتفون باسمه ويشجعونه قائلين محمد الفائز محمد الفائز ولما بدأت المباراة أراد محمد علي أن يقنع فورمان أن ضربته مهما بلغت من قوة فلن تؤثر فيه في حين أن أي ملاك من آخر كان يتقي ضربة فورمان ولا يثبت أمامه أكثر من جولتين أو ثلاث ولكن محمد علي اعتمد على قوته الذهنية وابتكر أسلوبا جديدا وهو الارتماء على الحبال التي تحيط ملعب الملاكمة لتنتص الصدمة ناتجة عن ضربات فورمان الموجعة واستمر الحال على ذلك لمدة 12 جولة وفي النهاية خارت قوة فورمان الذي لم يتعود على الصمود لجولات كثيرة بينما استطاع محمد علي كلاي أن ينقضى على منافسه بضربات متتالية قوية انتهت بضربة قاضية أجهزت على فورمان ولكن كيف استطاع محمد علي أن يهزم فورمان مع فارق القوة والإمكانيات التي كانت في صالح فورمان إنه السر في تلك الثقة الكبيرة بالنفس التي تميز بها هذا الرجل ولكن من أين تولدت تلك الثقة؟ لقد تولدت لمحمد علي كلاي من تركيزه على نقاط قوته وهي الصبر والاحتمال لقوة اللكمات والاعتماد على القوة الذهنية وابتكاره لأسطوب الارتماء على الحبال الذي لم يكن معروفا من قبل ثم اختياره للوقت المناسب لينقضى على منافسه كانت هي الضربة القاضية لمنافسه ورشة عمل مدى اقتناعك بهذه الخطوة؟ كيف تنفذها؟ الشخصية الواثقة أولا لديه ثقة ويقين في الله أن الله لن يخذله ثانيا الثقة في نفسه لا حدود لها ثالثا يحرص على كسب الخبرة والتجارب رابعا يتعلم من أخطائه وأخطاء الآخرين خامسا تنمية مستمرة للمهارات والتطوير سادسا القراءة والاطلاع والتعلم طوال حياته سابعا نظرة الفشل محطة للتفكير ثامنا يعد للتخطيط لجولات أخرى تاسعا لا ينتظر الظروف لتساعده عاشرا التفكير الجاد قبل العمل حدي عشر متعاون ويساعد الغير بحب ثانيا عشر وقته له أهمية خاصة ثالث عشر أهدافه وقعية مؤثرة رابع عشر صاحب قرارات خامس عشر عند الخطأ يعتذر ويعترف إذا ألزمت نفسك بحق بأمر ما وأعطيته كل ما لديك وانتهيت إلى أنه غير مناسب لك فتحرك إلى شيء آخر إن كل خطأ هو فرصة للتعلم مما يعني أنه من المستحيل أن ترتكب خطأ سوزان جيفرز مسك الختام منذ زمن طويل كانت هناك مدينة يحكمها ملك وكان أهل هذه المدينة يختارون الملك بحيث يحكم فيهم سنة واحدة فقط وبعد ذلك يرسل الملك إلى جزيرة بعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ويختار الناس ملكا آخر غيره وهكذا أنهى أحد الملوك فترة الحكم الخاصة به وألبسه الناس الملابس الغالية وأركبوه فيلا كبيرا وأخذوا يطفون به في أنحاء المدينة قائلين له وداعا وكانت هذه اللحظة من أصعب لحظات الحزن والألم على الملك وجميع من كان قبله ثم بعد ذلك وضعوه في السفينة التي قامت بنقله إلى الجزيرة البعيدة حيث يكمل فيها بقية عمره ورجعت السفينة إلى المدينة وفي طريق العودة اكتشفوا إحدى السفن التي غرقت منذ وقت قريب ورأوا شابا متعلقا بقطعة من الخشب عائمة على الماء فأنقذوه وأخذوه إلى بلدتهم وطلبوا منه أن يكون ملكا عليهم لمدة سنة واحدة ولكنه رفض في البداية ثم وافق بعد ذلك وأخبره الناس على التعليمات التي تسود هذه المدينة وأنه بعد مرور 12 شهرا سوف يحمل إلى تلك الجزيرة التي ترك فيها ذاك الملك الأخير بعد ثلاثة أيام من تولي الشاب للعرش في هذه المدينة سأل الوزراء هل يمكن أن يرى هذه الجزيرة حيث أرسل إليها جميع الملوك السابقين ووافق الوزراء وأخذوه إلى الجزيرة ورأاها وقد غطت بالغابات الكثيفة وسمع صوت الحيوانات الشريرة وهي تنطلق في أنحاء الجزيرة نزل الملك إلى الجزيرة وهناك وجد جثث الملوك السابقين ملقاة على الأرض وفهم الملك القصة بأنه ما لبث أن ترك الملوك السابقين في الجزيرة أتت إليهم الحيوانات المتوحشة وسارعت بقتلهم والتيهامهم عندئذ عاد الملك إلى مدينته وجمع مئة عامل قوي وأخذهم إلى الجزيرة وأمرهم بتنظيف الغابة وإزالة جثث الحيوانات والملوك السابقين وإزالة قطع الشجر الصغيرة وكان يزور الجزيرة مرة في الشهر ليطلع على سير العمل وكان العمل يتقدم بخطوات سريعة فبعد مرور شهر واحد أزيلت الحيوانات والعديد من الأشجار الكثيفة وعند مرور الشهر الثاني كانت الجزيرة قد أصبحت نظيفة تماما ثم أمر الملك العمال بزرع الحدائق في جميع أنحاء الجزيرة وقام بتربية بعض الحيوانات المفيدة مثل الدجاج والبط والماعز والبقر إلى آخره ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسا للسفن وبمرور الوقت تحولت الجزيرة إلى مكان جميل وقد كان الملك ذكيا فكان يلبس الملابس البسيطة وينفق القليل على حياته في المدينة في مقابل أنه كان يكرس أمواله التي أغبت له في إعمار هذه الجزيرة وبعد مرور تسعة أشهر جمع الملك الوزراء قائلا إنه يعلم أن الذهاب للجزيرة يتم بعد مرور 12 شهرا من بداية حكمه ولكنه يود الذهاب إلى الجزيرة الآن ولكن الوزراء رفضوا قائلين حسب التعليمات لا بد أن تنتظر ثلاثة شهر أخرى ثم بعد ذلك تذهب للجزيرة مرت ثلاثة شهر واكتملت السنة وجاء دور الملك لينتقل إلى الجزيرة ألبسه الناس الثياب الفاخرة ووضعوه على الفيل الكبير قائلين له وداعا أيها الملك ولكن الملك على غير عادة الملوك السابقين كان يضحك ويبتسم وسأله الناس عن ذلك فأجاب بأن الحكماء يقولون عندما تولد طفلا في هذه الدنيا تبكي بينما جميع من حولك يضحكون فعش في هذه الدنيا واعمل ما تراه مناسبا حتى يأتيك الموت وعندئذ تضحك بينما جميع من حولك يبكون فبينما الملوك السابقون كانوا منشغلين بمتعة أنفسهم أثناء فترة الملك والحكم كنت أنا مشغولا بالتفكير في المستقبل وخططت لذلك وقمت بإصلاح وتعمير الجزيرة وأصبحت جنة صغيرة يمكن أن أعيش فيها بقية حياتي بسلام آن لك زراعة جنتك ثلاث دقائق ثقة أدعو الله بما تشاء وأنت واثق 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 في الإجابة تحياتي دكتور شريف شحاتة لقد استمعتم إلى كتاب عبقرية الثقة في النفس للكاتب شريف شحاتة كتاب عبقرية الثقة في النفس للكاتب